بسم الله الرحمن الرحيم عزيزة جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلا مرحبا بيكم وحلقة جديدة من ستوديو التحليلي على قناتكم قناة نادي الأهلي والنهاردة عودة مرة أخرى لنفسات الدوري الممتاز المصري الكورت القدم ولقاء مهم جدا 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 بين النادي الأهلي وتلائع الجيش في الإسبوع الخامس الدوري الممتاز بس دي المباراة الرابعة للنادي الأهلي في الدوري العام المصري قبل ما نروح لماتش النهاردة عايزة أتكلم في بعض الحاجات كده منها حاجة مهمة شادت انتباعي شوية شوية مش قوي يعني حديث بعض المحللين في إحدى القنوات الفقوية بينقشوا حاجات غريبة جدا جدا يعني حتى اللي يسمعهم يفتكر إن حصل حاجة قراء غريبة جدا قال لك إيه بقى الكلام اللي كان بتقال ساعتها وبحرقة قوي يعني بطريقة غريبة جدا قال لك إيه التشيرت بتاع النادي اللي بينتمي ليه مفيه إزايه في العالم وطبعا ده وضع طبيعي وضع طبيعي هو التشيرت النادي الأهلي اللي فيه زيه في العالم لأن ده النادي الأهلي ده النادي العظيم وبيقول بقى إن التشيرت بتاعهم محدش بيلبسه نفس التشيرت ده تشيرت عالمي وتشيرت مكسر الدنيا فمحدش بيلبسه وضع طبيعي إنه محدش بيلبسه إنما التشيرت الأحمر ده على حد أقوله برضه اللي بيلبسه الأهلي أكتر من مئة نادي بيلبسه الأحمر طيب أول حاجة هو حضرتك إيه اللي جاب سيرة النادي الأهلي في النقاش ده لما حضرتك بتناقش حاجة خاصة بناديك ليه بتدخل النادي ليه حاطت النادي الأهلي دايماً في دماغك أنا هقول لك بعد كده في الآخر أنت ليه حاطه في دماغك لأنك مش قادر توصله مش قادر تبقى ربعه نفسك تبقى ربع النادي الأهلي بس مش قادر يعني فعامل عايز تعمل أي حاجة وتجيب فيها سيرة النادي الأهلي بس أصلاً ما فيش وجه مقارنة ما فيش وجه مقارنة بين ناديك وأي نادي والنادي الأهلي شوف حضرتك فين والنادي الأهلي بعظمته وتاريخه وقيمه ومبادئه وبطولاته فين وبجمهوره العظيم فين بص حضرتك أنا بس هقول كلمة تعرف الفارق بين الاتنين أو بين النادي الأهلي وبين أي حد تاني شفتوا حضرتكو الإسبوع ده والإسبوع اللي فات مؤتمرات النادي الأهلي بتاعة عقود الرعاية الخاصة بي إيه الفخامة والحلوة والأنقة والعظمة اللي فعلاً بتليق باسم النادي الأهلي إيه ده؟ نادي القرن الإفريقي الحقيقي نادي القرن الإفريقي الحقيقي غزوا عن أي حد بالأرقام وبالنتائج وبكل حاجة والبطولات وشوف بقى أي مؤتمرات بتاعة أي نادي تاني مش عايز أقولك ناديك لأن كله عارف الفرق لا فيه فرق كبير جداً 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 ما تقدرش على أنت خالص بتحب بقى تتكلم غالط وتقلبوا الأمور الإيجابية السلبية علشان مصلحة ناديك والباية إيه؟ اللي قاعدين بقى يطبطب ويهز دماغه زي قادي المؤتمر اللي أنا بتكلم عليه عظمة آخر حاجة كان بنكة بوزابي الأول مصر لو تسمعوا حضراتكم اللي قالوه اللي مع المتواجدين محمد عباس فايد اللي هو المتحدث باسم البنك أبوزابي الأول عن النادي الأهلي وعقد الشاركة معاه قالك شرف كبير جداً 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 لينا إن اسمنا اسمنا بيشترك مع النادي الأهلي في عقد من عقود الرعاية قالك قالك كده رغم ده بنك من أفضل البنوك المتواجدة في الشرق الأوسط بنكة بوزابي الأول واحد من الموجودين بقى اللي هو كان بيطبل وبيهز رأسه معاه قالك إيه شوف النادي اللي هما بينتموا ليه مفيش ليه اسم تاني في الوطن العربي أبداً مفيش اسم تاني زي اسمنا ديه في الوطن العربي أبداً إنما فيه أهلي كتير طب ما ده شئ إيجابي لصالح الأهلي ده شئ إيجابي لصالح تاريخ النادي الأهلي وفخامته وعرقته وبطولاته مش العكس ده العكس هو اللي صحيح ده أنت علشان النادي بتاعك يعني على قده بقى في البطولات وفي الأرقام مش عايزين نتكلم بقى مش عايزين نتكلم في حاجات كتير محدش عايز بقى اسمه زي اسم ناديك عشان كده النادي الأهلي كتير جداً بيحاولوا يقلدوه وبيعملوا اسم أندياتهم زي النادي الأهلي هو فعلاً فيه ما يقرب من 30 نادي باسم النادي الأهلي وكل ده بعد طبعاً وجود المرد الأحمر النادي الأهلي العظيم ده شيء إيجابي مش سلبي ده شيء إيجابي لأن نادي حضرتك محدش بيسمي على نفس اسم ناديك هم مش عايزين فبلاش تقلب الحقيقة ده بالعكس ده الكلام ده يعني يدينك أو يدين ناديك إنما هو بالعكس بصالح النادي الأهلي بصوا المركة المشهورة المركة العالمية والحاجة العظيمة بيحاولوا يقلدوها بتتقلب شوف مخامة وعظمة النادي الأهلي فهما بيحاولوا يعملوا زي النادي الأهلي شوف مؤتمرات الرعاية شوف صباقهم نفسة الرعاية للفوز بارتباط اسمهم باسم النادي الأهلي زي مولتوا الحضرتك وشوفوا المؤتمر الأخير رعاية بنك أبو زابي هو عم معانا على الشاشة وقابليه كمان كان شركة صلاة قادين محمد عباس فايد رئيس تنفيذ البنك قال لك نقطة فارقة الشراكة مع النادي الأهلي نقطة فارقة من شوار البنك الراجل بيقول فعلا كلام حقيقي وعارف قيمة النادي الأهلي وعارف قيمة الشراكة دي مع النادي الأهلي وزعيد جدا وموسوط من ارتباط اسمه باسم النادي الأهلي فالكلام اللي تقال ما يخشش الدماغ يعني لو انت بتكلم بقى انت بتكلم حد يعني مش عايزة اقول مختل او مش فاهم او انت بتحاول ان انت تأثر على جماهيرك انما الناس وعية الناس فاهمة الناس عارفة ان في ناس كتير جدا 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 بتحاول تبقى ربع النادي الأهلي انت عمرك ما هتبقى ربع النادي الأهلي انت بتحاول انت جماهيرك حتى نفسها تبقى ربع النادي الأهلي ولكن انت مش هتقدر لان الفرق كبير جدا 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 بين النادي الاهلي واي النادي تاني ده اللي انا كنت عايز اقوله نروح بقى للحدث العالمي اللي كلنا بنتابعه واللي موجود في قطر حاليا كاس العالم عشرين اتنين وعشرين واللي هو النهاردة هيبقى اخر يوم في دور المجموعات شفنا نتائج غريبة شفنا مفاجآت كبيرة جدا جدا زي مثلا فوز السعودية على الارجنتين فوز تونس على فرنسا فوز اليابان على المانيا واسبانيا وغيرها من النتائج الغير متوقعة كمان احدى مفاجآت البطولة خروج المانيا مبارح وخروج بلجيكا قبليها والدانمارك يمكن الدانمارك كانت تقلهم لان الدانمارك بصراحة يعني مش فرقة تقيلة لكن خرجوا من دور الاول من دور المجموعات يعني المانيا في تاريخها ما خرجتش غير مرتين من الدور الاولاني في تاريخ مشاركتها في كاس العالم ما خرجتش غير مرتين ولكن هي بصراحة لا تستحق الوصول للدور التاني لكن نرجع ونقول ان كاس العالم في النسخة دي لها طعم خاص جدا ونقف هنا شفنا نبارح يعني ماتشين في غاية الروعة والإصارة والتشويق اسبانيا بتلعب مع اليابان والمانيا بتلعب مع كستريكا جي old time من الاوقات والمباراتين بيتلعبوا اليابان وكستريكا هيعدوا الدور اللي بعد كده يعدوا للدور اللي بعد كده وأسبانيا وألمانيا بره. وبعد ذلك ليسوا اليابان وأسبانيا قالبما تحاول إليمانيا. طبعاً لم يهم مدية فقط. كانت مستنية س Kubikö moltiuda ألمانيا. Bueno, من أسبانيا كانت مستنية أن أسبانيا تخدمها. قد لا أستطيع أن تخدم نفسها. كانت معتمدة على أسبانيا مع اليابان. كان لابد أن أسبانيا تأتي بقوة ق قدةة أو تكسب أو تكسب بألمانيا. لكن في الأخير، المنتخب الألماني رأى وأبنى؟ وناس كتير فرحة قوي قوي في المنتخب الألماني مش عايزة أتكلم ليه ولكن الناس عارف عايزة أتكلم عن إنجازات المنتخبات العربية نتكلم عن فريق زي منتخب المغرب مشرف العرب متصدر مجموعته عنده مش صعب جدا 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 قدام أسبانيا في دور الستاشر بس إن شاء الله يوفق منتخب المغرب ويعدي لدور التمانية بإذن الله شفنا فوز تونس التاريخي على منتخب فرنسا بطل العالم وكتب التاريخ جديد وكبير جدا 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 شارك فيه نجمنا علي معلول زهير أعيصر نادي الأهلي في المبارات التاريخية ليشارك فيه تاني نص خليف كاس العالم والناس بقت بتتسائل بعد ما شافت مستوى علي معلول خصوصا في شوط الأول قالت لك هو علي معلول ما كانش ليه بيشارك أول ما شين ده قلب الأمور قلب الدفة لصالح المنتخب التونسي أكتر واحد لمس كرة شوط الأولاني عامل 12 كروس الشوط الأولاني علي معلول كان من نجوم المباراة طبعا مجهوده قال الشوط التاني ولكن كان من نجوم المباراة بخلاف أن علي معلول شارك في 2 كاس العالم وشارك في نسختين كاس العالم كمان مع النادي الأهلي شفنا المستوى بقول لحضراتكم اللي ظهر به كان ليه دور فعال رغم صعوبة المباراة قدام بطل العالم ولكن ثقة كبيرة جدا 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 في إمكانيات علي معلول اللي تكلمت عنه الصحف التونسية بعد الماتش وقالت أنه هو هيعتزل دوليا رغم أن علي معلول بيقول أنه لسه عنده كتير ولكن هو فعلا مازال عنده كتير للأهلي ولمنتخب تونس إن شاء الله طبعا علي معلول كان هو ممثل الدوري المصري الوحيد بكلم على اللاعب المصري الوحيد اللي شارك في كاس العالم قطر عشرين اتن وعشرين هو اللاعب التونسي المتواجد في الدوري المصري مع النادي الأهلي وهو الوحيد اللي شارك في كاس العالم الموجودة في قطر دلوقتي صحيح متواجد سيفي الجزيري مهاجب نادي الزمالك ولكنه لم يشارك ومش هنا تتقرق لقصة انضمامه لنسور قرطاش في كاس العالم لكن أنا المقصود من الموضوع دوت إن علي معلول هو الوحيد اللي شارك من الدوري المصري في مونديال قطر نسبت علي معلول وتقلقه تعالوا روح نشوف تقرير عن علي معلول ومشاركته مع تونس في كاس العالم ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى علي معلول عمل حالة في النادي الأهلي كتب تاريخ كبير من ساعة مجالنا في النادي الأهلي نادي القرن الأفريقي الحقيقي وكمان من أنجح السفقات الأجنبية اللي عدت على النادي الأهلي هو علي إيمة ولكن هو عارف كمان إن النادي الأهلي إيمة أكبر وأعظم نروح بقى لماتش النهاردة بس قبل ما نروح لماتش النهاردة فكرتوني عشان إحنا بتكلم بقى رجعنا بقى للدولة المحلة حننقل نقلة كبيرة شوية ولكن حننقل في إحدى المباريات أمس كنا بنشوف مباراة بين فرقتين شفنا بعد المباراة بعض الجماهير كسرت حطمت بعض المقاعد في الأستاذ شفنا بعض الجماهير المنتمين لأحد الأندية حطمت مقاعد في ملعب المباراة ممكن يكونوا دفعوا الغرامة بعد المباراة ما فيش مشكلة بس أنا عايزة أشوف العقوبة الإدارية ربطة الأندية عايزين نشوف عقوبة إدارية زي 898 بتقوى النادي الأهلي اللي توقفوا 898 عايزين نشوف بقى العقوبة الإدارية من ربطة الأندية ولا هتوقفوا لنا برضو حد من جمهور الأهلي بعد ما تش مبارح هنشوف اللي هيحصل يعني ما أنا مش هسكت على حد السنة اللي فاتت كنا طيبين وبنسكت السنة دي لأ دي نحاقي ودي له حاقه عقبني لما غلط وعقب أي حد لما يغلط لازم مساواة لازم العادل عشان تستقيم الأمور إنما كده مش هتمشي تاني زي السنتين اللي فاتوا إن شاء الله تعالوا بقى نتكلم عن الماتش بس قبل ما نتكلم عن الماتش الأهلي وطلع عن الندم المشاوة صعبة جدا 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 وبقى لها سنتين ثلاثة تقريبا المبارات بتاعت الأهلي وطلع على جيش بيبقى فيها ندية وقصرة وعسلاجة شوية تعالوا قبل ما نتكلم عن الماتش نروح لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي نتعرف منه على آخر أخبار الفريق قبل المبارات التلاح فضل فاروق مرحب بك كابتن نايمان كل التحية لكم كل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من جديد بيعود النادي الأهلي لبطولة الدوري المصري الممتاز بعد ما خاد ثلاثة لقاءات بدأها بالفوز على الإسماعيلي ثم أسوان وأخيرا كان الفوز على فريق الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف يعني خلال الفترة الماضية كان الأهلي خاد لقاءه الأخير أمام فريق المقاولون العرب في دور الثمانية لكأس بصر نسخة الموسم الماضي كان فاز على فريق المقاولون العرب وصعد إلى دور نصف النهائي يعني عقب مبارات المقاولون كان الفريق استأنف تدريباته تحت قيادة مستر مارسل كولر الجدية والتركيزي اللي احنا لمسينه على اللعبين طوع سريعا الفريق صفحة مبارات المقاولون العرب مستر مارسل كولر كان عقد جلسة مع اللعبين يتكلم على إيجابيات وسلبيات هذه المبارات بالتحديد وأفرد وقت طويل جدا لعرض الكثير من الحالات الخاصة بيعزي المبارات طلب من اللعبين خلاص نقف صفحة بطولة الكأس مصر التركيز فيه بطولة الدوري استقناف الدوري بنفس الأداء والقوة اللي أدى بها الفريق الثلاثة لقاءات الماضية خاصة أن المبارات النهاردة واحدة من المحطات الصعبة جدا لفريق النادي الأهلي فيه مشواره خاصة اللي بيزيد من صعوبتها أنها تكون المباراة الأولى للكابتن محمد يوسف المدير الفني الجديد لفريق طلاع الجيش اللي طبعا تولى المسئولية خلفا للكابتن علاء عبد العالم منذ 30 يوم يعني مستر مارسل كولر خلال أيام الماضية الفريق بيستانف تدريباته على ملعب مختار التيتشبل الأمس كان المران الرئيسي للنادي الأهلي ركز مستر مارسل كولر على بعض الجوانب الخططية والفنية الخاصة بهذه المباراة طبعا خلال هذه الفترة كانت فرج على مباريات فريق طلاع الجيش ويعني أشهد واحد من الفرق القوية جدا في بطولة الدوري أيضا مبارياته دايما أمام النادي الأهلي بتنتسم بالندية واللعبة بالطريقة الدفعية اللي بيجدها فريق طلاع الجيش حاول أنه ينوع شوية فيه المحاور الهجومية مستر مارسل كولر وإزاي يخترق الدفعات اللي ممكن تكون هي الطريقة المفضلة لفريق طلاع الجيش يعني عقب انتهاء المران دخل الفريق فيه معسكر مغلق في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة بالنسبة اليوم النادي الأهلي كان انطلق في تمام الساعة العشرة صباحا بتناول وجبة الإفطار طبعا اليوم النهاردة هنا في مقر إقامة فريق النادي الأهلي وجبة الإفطار في تمام الساعة العشرة ثم كان التمرين يعني الأسوال المتبع والمعتاب من مستر مارسل كولر يعني إقامة التدريب خفيف للعبيين قبل المباراة كان في تمام الساعة الثانية عشر يعني صباحا ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثالثة والمحاضرة الفنية المستر مارسل كولر كانت في تمام الساعة الرابعة والنصف طبعا مستر مارسل كولر بيركز على بعض الأمور الفنية والقططية إن شاء الله في هذه المباراة خلال المحاضرة طبعا بيعلن من خلالها التشكيل اللي يخوب بأحداث اللقاء على الجانب الآخر يا كابتن أيمن عايز يعني أنقلك برضو استعدادات فريق طلاع الجيش لهذه المباراة يعني زي ما نقول نتوانى المسؤولية الكابتن محمد يوسف واحد من أبناء النادي الأهلي المسؤولية خلفة لكابتن علاء عبد العال دخل معسكر مغلق خاض خلاله خمس مواجهات يعني حقق الانتصار في مواجهتين على الاتحاد السكندري وحرص الحدود بنتيجة هدفين مقابل اللاشئ تعادل في لقائين أمام سيراميكا وأمام الطيران بتعادل لسلبي وطلق لزيمة أمام فريق الدخلية بهدفين مقابل هدف كابتن محمد يوسف تكلم على أهمية هذه المباراة بالنسبة لعب طلاع الجيش وتكون بداية للفريق نحو الانطلاق في بطولة الدوري خاصة أن فريق طلاع الجيش كان خاض أرى ثلاثة لقائة فاس في لقاء وتعادل في لقاء وهوزن في لقاء في المركز الثالث عشر نادي الأهلي النهاردة الدوافع والطموحات مهمة جدا لعب النادي الأهلي أن الفوز النادي الأهلي يعتلي بالنادي الأهلي صدارة جدول الدوري بمشيئة الله عايز أقول لك أن طبعا غيابات النادي الأهلي فهذه المباراة زي ما تأكدنا غياب طبعا محمود متولي ومحمد عبد المنعم للإصابة طبعا بالإضافة إلى أيمن أشرف وعمار حمدي بأكدنا الجهزية وعودة حمدي فتح في هذه المباراة طبعا لجنة الحكام كانت أعلانة طاقم تحكيم لهذه المباراة بقيادة الكابتن محمد عادل بيعاون يوسف البساطي نور الدين سعيد الحاكم الرابع أسامة إسماعين اتنين على تقنية ألفار في هذه المباراة وإل فرحان وأسامة عبداللطيف كل التوفيق لفري النادي الأهلي في هذه المباراة ويكونوا تلات نقاط مهمين جدا في مشوار النادي الأهلي نحو أبطول الدوري من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمن شاوي شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح فاروق ما خلاش حاجة نتكلم فيه احنا بعد كده خلاص بقى طبعا مباراة صعبة جدا زي ما قال فاروق قيادة جديدة فنية لطلاع الجيش للكابتن محمد يوسف وإحنا عارفين الكابتن محمد يوسف واسلوبه مع الفرق اللي بتلاعب الفرق الكبيرة زي النادي الأهلي وابل كده كان ليه تجربة مع البنك الأهلي وفاكرين حضراتكم المباراة الشهيرة من سنتين لما حصل فيها تعادل سلبي وكانت لغى جول أيمن أشرف لو تفتكروا حضراتكم كان هدف صحيح والماتش كان بيتلاعب في جو غريب جدا في اسكندرية وتم إلغاء هدف أيمن أشرف كان ساعتها كابتن محمد يوسف بيلعب بأسلوب دفاعي بحت هو اللي حيزيد من صعوبة المواجهة النهاردة إن واحد من أبناء النادي الأهلي هو المسؤول عن فريق طلاع الجيش اللي النهاردة مواجهة صعبة جدا جدا من خارج الخطوط بين ميستر مارسل كولر وكابتن محمد يوسف خصوصا إن في الفترة اللي فاتت أو السنتين اللي فاتوا كان التعادل تقريبا هو المسيطر بصورة غالبة على متشاة الأهلي وطلاع الجيش مبارا صعبة نادي الأهلي عايز يستكمل مسيرته عايز يستكمل مسير الانصارات ويواصل انطلاقاته في حاجة عايز أقولها برضو لعيبة النادي الأهلي أخواتنا الصغيرين لازم تستغل تعصر المنافسين من بدري لازم تستغل تعصر المنافسين من بدري إن شاء الله النادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله يكسب النهاردة يعتلي صدارة الدوري منفردا إحنا لحد دلوقتي محققين لعلامة الكاملة يمكن ميستر كولر طبعا مع اللعيبة الفترة اللي فاتت وبيحاول يخلي نسبة التركيز عالية لأن بصراحة أنا عن نفسي شايف إن فترة التوقف أثرت علينا بالسلب مش بالإيجابة إحنا كنا مشين كويس قوي وخدين العلامة الكاملة تقريبا الأداء مع المكسب كان حاجة كويسة قوي كان فيه أداء جيد من لعيبة النادي الأهلي وكان فيه ارتفاع في المستوى التوقف الدولي أثر علينا شوية وده اللي شفنا كلنا في ماتش المقولين يمكن الناس استغربت شوية من بعض التغيرات اللي حصلت ماتش المقولين ولكن هو المدير الفني أكتر رؤى مننا بالنسبة لفريقه هو بيصف كل اللعيبة فأي حد يمثل النادي الأهلي حينزل طبعا فيه فرقات بين اللعيبة وبعضها ولكن ده النادي الأهلي النادي الأهلي العظيم النادي الأهلي الكبير الفرقات مطموش كبيرة هو عنده ثقف جميع اللعبين فبيلعب بأي حد وأي حد المفروض أنه هو في النادي الأهلي والأنديها الكبيرة طالما نزل الملعب حيقدي زيه زي اللعيب الأساس البدائل لا تختلف كثيرا عن الأساسيين في النادي الأهلي لأن انت بتكلم عن قيمة فريق كبير أو فريق كبير بحجمه قيمة النادي الأهلي فالنهارده ماتش صعب حيبى فيه تغييرات؟ آه حيبى فيه تغييرات النهاردة حيبى فيه تغييرات في التشكيل حيبى فيه تغيير في التشكيل الاسلوب والطريقة ما ظنش ان ميستر كولر حيغير في الاسلوب والطريقة لان هو ده اسلوبه عايز يكمل مسير انتصارات لان زي ما بقول لحضراتكم لو كسبنا النهاردة ان شاء الله باذن الله نعتلي صدارة الدوري منفردا ولازم من البداية تستغل تعصر الخصوم علشان تفرق في النقاط بينك وبينهم وان شاء الله تزيد ولكن انت ما تضيعش احنا عايزين نرجع نرجع لقب اتسرق مننا لقب اتخذ مننا بفعل فاعل آه كنا احنا مقصرين في بعض الوقات ولكن اتخذ مننا بفعل فاعل خلصت كلامي نروح لفاصل ونرجع نستقبل ديوفنا الكبار في الستوديو التحليلي اللي حيشرفونا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن اسامة عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن انتظروا ميهوب كابتن اشتركوا في القناة 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 مبروك. كابتن وسام عراوي انوّرنا كابتن ازاي؟ الله سهل بيك. كابتن عادل عبر رحمن. ازاي كابتن عامل ايك. باركة لك. على الخطوبة. اول واحد. خطوبة ابني. لا خطوبة ابنك ايه. خطوبة ابنك ايه. دي خطوبة ست ساعات سريعة. طيب. كابتن شريف طبعا متابع كاس العالم. اه طبعا. والنتاج الغريبة اللي بتحصل وخروج المانيا. وفيه في وقت من الابات المباراتين. اسبانيا والمانيا كنبار. اه كوسات. اه سبحان الله. في الملاعب بتحصل من اول مبارات السعودية مع ارجنتين. ايه. بتنتهي بقى بمبارات اليابان مع اسبانيا. فاليابان تكسب السعودية. وبعدين ترجع تتغلب من كوستاريكا. وبعدين كوستاريكا تكسب ألمانيا وبعدين تخرج ألمانيا وأسبانيا وبعدين ترجع ألمانيا ترد ترجع أسبانيا وأسبانيا مش هادة ترجع ألمانيا. حاجات في الكرة إسارة ومتعة. آه بس أنا الأداء ما فيش الأداء اللي احنا عارفينه عن المتخبات الكبيرة. الفرقات عندك بين الفرق وبعضها. القوة العظمى زي ما كنا بنقول في الكرة يعني الفرقات بيت قليلة جداً بينها وبين الفرقات التانية. عشان عندي حاجة كده بأن الحالة البدنية لأي فريق بيقدر يجري في الملعب وبيجري ورى الكرة وكرة بالدورة دائماً على اللي بيجري. أنا حاس هو اللي بيبقى له حظ أو هو اللي بيقى له وجود. فاليابان يخش فيها جول وتعود بهدفين في المباراتين وفرق كبيرة. فإذا اللي بيجري وبيجهد وبيعمل مجهود جامد وعنده روح جامدة جداً وبيلعب أعتقد أن بيبقى له حظ من الحزوز المكسب أو الوجود يعني. فكل كاس عالم إحنا بنتعرض دائماً للمفاجآت. مفاجآت مرة فرنسا تخرج من الدور الأول. مرة كانت الأرجنتين هتخرج المرة دي. تخرج ألمانيا المرة دي ودي تاني مرة في حياتها أنها تخرج. أعتقد 2010 خرجت ألمانيا من الدور ده ما دخلوش دور الست عشر. إنما هتلاقي برضو المركز الأول هيقابل المركز الثاني فيه فرقات كبيرة برضو. يعني الوحيدة اللي حافظت على اهتزاز المستوى وكلام منها الأرجنتين بيتأول مجموعه. وعندها فرصة كبيرة دلوقتي جداً أستراليا نهائية لتوصل بعد ما كانت أوتو فوزيشن. يعني كانت ممكن تطلع برة دي وده ألمانيا. كلنا نتفرج على البرازيل، نتفرج على فرنسا، يمكن هم دول الأقرب فرقتين اللي احنا بنقول إنهم عندهم سكواد كامل يقدروا يكملوا ويقدروا يحاربوا على اللقب يعني. إنما برضو ما فيش جرانتيه، ما عنديش ضمان لأي فرقة منهم. مدينا الإحاق إن لو مش هتلعب في الملعب بإحساس إن أنا مش هكسب في أي وقت مش هتكسب. الفرقة كل واحد بينزل الملعب عايز ياخد حقه على حسب إمكانيات المتاحة لها. لو قلت لك توقعاتك للمبارات اللي هي لحد الوقت هولندا وأمريكا. بولندا؟ هولندا وأمريكا. لا هولندا طبعا. إنجلترا وسنغال. إنجلترا؟ أرجنتين أستراليا. أرجنتين؟ فرنسا بولندا. بولندا المحزوزة. فرنسا طبعا. المغرب إسبانيا. إن شاء الله المغرب. إسبانيا اللي تفرجت عليها مبارح دي ما تكسبش حد خالص. ما عندهاش حلول خلص. اليابان كرواتي. اليابان لو لعبت بنفس الشكل. بس هي بتمش على سطر و سطر. إن شاء الله كرواتي. في البرازيل والبرتغال بس مستنين المباراتين الإخرانياتين. إن شاء الله. كابنا على اليابان فجأتك بدخولها الدور الثاني. وخروج ألمانيا كان مفاجئة بالنسبة لك؟ على مستوى ألمانيا ما كانتش مفاجئة. لأن ألمانيا مش دي ألمانيا. عمتنا عيما فرق ربا كلها. مش هي دي الفرق. اللي كنت أنت مستني تتفرج عليها. مع أن يحصل على العكس تماما. لأن أنت كاس العالم ده من أحسن حاجة فيه. في توقيت ممتاز. في باية موسم. ده عيما كاس العالم كانت تلاقي بالسنين اللي فاتت. كان ببناية موسم. وإيجهات لعيبة. في باية موسم. ما عندكش مشكلة في حاجة خالص طبعا. حدش ولا حرج على النظام وعالملاعب وعالجوه وكل حاجة. فأنت كنت مستني منتخبات قوي جدا. أنت نشوته بس أنت وتتكلمه على منتخب كاريسي في أوروبا. بلجيكا. بلجيكا؟ أموات بلجيكا. أموات بلجيكا. ما جابش سرطه. هو ما يجابش سرطه. يعني متخيال يا عيما. ما يجابش سرطه. اللي يعد عليه فريق المصري. لا مش مشكلة. مشكلة أن فريق داخل ترتيبه الثاني. مصبوط. الثاني عالميا. تخيل بالشكل ده. ده تجديده. وده لازم المتخبات تجد على طول. وخصوصا كمان المدرب مشي. وقادي بلجيكا على مصفة كبيرة جدا. كرواتيا برضو. مش هي دي كرواتيا. في الغالب. طبعا أكيد يعني. في الغالب. كاس العالم لسه لحد الآن. ما فيش. ما فيش الفريق اللي انت شدك معنا أصلا. محاوت وقعت مطمن. يعني برضو فرنسا مع تونس. أو بس برضو منتخب فرنسا. مش أي حد يلعب منتخب فرنسا. لكن تونس في وقت عليه. لعبا ونتيجة. برضو علامة استفهام على مستوى المنتخبات. لكن. أنا بالنسبة لي فرنسا ألمانيا. يعني ما كانش عندي أي استغراب إنها خرجت. لكن هي بس المشكلة كمان. أسبانيا كمان علامة استفهام كبيرة جدا. جدا. أداءها غريب جدا. أقول لك أيما على السر. اللعيبة الموهوبين أو التلنت في كل فرق. اللعيبة المؤسرة قالت تماما. أو كبيرة. هذا العنوان الرئيسي بتاع كاس العالم ده. يعني فرنسا اللي بميزها وجود باب إيه. هيفرق معها جدا جدا جدا. صحيح. اللي بميز فرنسا قوي كمان. وهيتحس إنها أقوية جدا. سواء كماتش تونس. نص ملعبهم. نص ملعبهم حاجة برضو. ما تديه تفوق فضيئ. صحيح. لكن بص على أرجنتين. ميز في آخر أيامه. منتخب ما فهوش. يعني ما يلقكش. يعني السعودية ما كسبت الأرجنتين. لا. عن قدارة وعن استحقاق. وما سرقتش ماتش. ولا حاجة خالص. بس في فرقة بتعلى يا كابتن. فرقة تقيلة دي. بتعلى مع الأضوار. المؤشرات بينها. مين اللي هيعلى؟ يعني آه هتعلى كحماس وكروح. وعايز بقى كويس. وكل ما بتقرب خلي بالك بيبقى النزعة من جواك. أنا متكلم حاليا على المستويات كلها. مستويات الفرقة كلها. الفرقة كلها الوقت. يعني مثلا برازيلا أول مباراة أخناعتني. وحاجة امتياز. ثاني مباراة. بالصعوبة جداً فازت. اليابان بتلعب أسبانيا. يعني حاجة تضحك. اليابان باستحواز 17% طول المباراة. كسبة أسبانيا. فحطة الاستحواز دي. لا تعني شيء. خالص. بدون ترجمة. ولا خالص. استحواز زي ما تحبها. لكن أنا بالضبط استحواز 17% أنا جايب فيه جنين وطلعت أنا. اليابان كسباني ألباني وأسباني. ما أنا بقولك. حاجة غريبة. عشان كيف بقولك. منتخبات أوروبا كلها مش هي. أرجواي طبعاً خلاص. ما فيش منتخب أساساً أنا حتى. برضو الأعمار سنية عالية قوي. الناس اللي طالع بعدها ما فيش. رجواي كسبانا. كسبانا. وقالت من السفرة. بس أخيانا كمان مضاع ضرب الجزاء فأكيد فرعت معاه في المواراة. طب لو قلنا كابتن اللي يكمله. عندنا مثلا هولندا وأمريكا. أنا برشع أمريكا. طب قبل ما ترشيحات. أسوأ فريق تقاهل من وجهة نظرك. أسوأ فريق تقاهل. أه. تقاهل لدور الثاني. يعني ما كانس متوقع يعني. هتقول بولندا زي ولا. أمريكا. لا أمريكا. لا أمريكا. أمريكا. لا أقابلوني. طب ماشي. أنا أقابلك. لسي بقولي فيه. أنا عمد بولندا مش مخناعة. مش خالص. لكن تشيزني برضو فرقة معهم جدا. خد بالك حرص الموارد. يعني أنت هولندا وأمريكا كابتن بالتراشح أمريكا. هولندا دي كمان. يعني برضو عندي سفاهم كبيرة جدا. مش دي هولندا أبدا. إنجلترا وسنغير. إنجلترا. أرجنتين وأستراليا. أرجنتين. فرنسا بولندا. ما فرنسا؟ طبعا. المغرب أسباني. ممكن تحصل مفاجأة. المغرب. المغرب. اليابان كرواتي. اليابان. اليابان بقى بالفرق اللي أنت بتقول بتعلم. يعني اليابان بعدهم. عندما طلع الدور ده أيما. أعتقد هيبقى فيه مستوى تاني خالص. وأكيد الطموح هيزيد. وكرواتيا كنت لست أتكلم عليها من فترة. مش هي كرواتيا. طب أنا أقول لك حاجة. المغربين الأخنانين. البرازيل والبرتغال. البرازيل والبرتغال لو لعبوا أي فرق. يكسبوا. يكسبوا. يعني البرازيل والبرتغال مرشحين أنهم يعدوا. يعدوا. لا دي ما فيهاش مشكلة بالنسبة لتنين. ماشي. طيب. كابتن أسامة. تخمينا كابتن أسامة إحنا في التوقعات المرة الفاتحة. إحنا قلنا كل القوة الكبرى ستتقاهل. مصبوط. بس بعض المفاجآت حصلت. أزيد من عشرين في المية خمسة وعشرين في المية. يعني بنسبة تمانين في المية برضو. هتلاقي القوة الكبيرة هي اللي بتوصل. لكن المفاجأة. إنه زي ما علاء قال وكابتن شريف. إنه. مستويات الفرق الأوروبية. ما تحسش إن فيه فروق كبيرة قوي. يعني باستثناء. ممكن فرنسا باستثناء ماتش تونس. لأنه لعبوا بإحداشر العين متغير. ما لعبوش بالقوة الكبيرة. بتاعتهم فرنسا في النهاية. بس برضو ما لعبوش بحداشر واحد. جريزمان ومبابي. يعني كل الناس. جيروم. وده كتير يعني. كان عندين يضحكوا. والحرس المرمى. يعني باستثناء فرنسا. والبرازيل. برضو أنا حاسس إنه عندهم. عدد كبير من اللعب الموهوبين. صحيح. يمكن حتة الموهبة زي ما برضو علاو وشريف قالوا. إنه المواهب مش كتير قوي في الفرق. يمكن البرازيل شوية بالذات في الجزء الأمامي بتاعهم. كعادتهم. كعادتهم يعني. كعادتهم موجودين. فهي دي اللي بتخليك ترجح كفتهم شوية. ومعهم المنتخب الفرنسي. الأرجنتين بعد المازنة اللي هما كانوا فيه وعدوا. أعتقد إنه هيكسبوا استراليا. إنت كنت بتسأل على قدراتي مين المنتخب برضو. يعني استراليا مش منتخب جامد قوي إنه يوصل يعني. ممكن بولندا. لكن إنت بتيجي تتكلم على بلجيكا وألمانيا. هو كاسم طبعا مفاجأة بالنسبة لنا إنهم يخرجوا. لكن كواضع لعب. بلجيكا بعيد قوي. بعيد قوي في الثلاث ماتشات على فكرة. يعني حتى في ماتش كندا اللي هما كسبوه. كندا كانت ركباهم. بس هما جابوا جون وكانت ضعية ضرب الجزاء. برضو في ماتش المغرب طبعا. وماتش. على فكرة دي بروين تقريبا قال نفس الكلام. يعني قال إحنا مش مقرعين خالص. ده حقيقة. وماتش الأخير بتاع كرواتيا برضو ما فيش. من الخسارة في البطولة دي فرقة المكسيك. صحيح. بأمانة يعني أحسن من فرق كتير جدا 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 وصلت. يعني أحسن من خمس ست فرق على الأقل. من الظواهر برضو. إنه المغرب ترع أول مجموعته. ده حاجة كويسة بيقدوا بشكل كويس. اليابان أول مجموعته. ويكسب ألمانيا وأسبانيا. وكل الناس في المجموعة دي بالذات. ما كانش فيه يعني فيه مجموعة قاله فرقة. والفرقة الثانية احتمال. لكن أسبانيا وألمانيا كل الناس لما على اليابان وقالوا يعني. تسببت في خروج ألمانيا على الأل. إنه الفرقتين دولت وصلين. فكانت مفاجأة كبيرة. صحيح. السنغال ماشي بشكل كويس. السعودية قدت المطش الأولاني فوق الممتاز. مكسبها أثر عليها بعد كده. ليه بقى؟ لأنه مع احترام الكامل. عاشوا في مطش الأرجنتين. زيادة عن الزوء. زيادة من الزوء. مضبوط. أنت كسبت أقوى فرقة في المجموعة. صحيح حظهم وحش برضو إن بولندا والمكسيك فرق جيدة. يعني فيه مجموعات تانية فيه فرق تعبانة شوية. كانت ممكن تعول عليها إنك. لكن بولندا والمكسيك. هم حصلوهم شوية إصابات برضو. ماشي بس بولندا والمكسيك بالنسبة للمنتخب السعودي فرق جيدة. فهو كان لازم تبيه تمام أكتر من كده. أنا حسيت إنه هم عاشوا في مطش الأرجنتين. يعني غرقوا فيه. يعني غرقوا في مطش البرازيل والكتفالات والكلام. أثر عليهم بعد كده. جنب بولندا نسبياً كانوا كويسين. بس بولندا خطفتهم وقدرت تجيب جنين وكان ممكن يجيبوا جوان كتير قوي. مطش المكسيك مع ترام الكامل. مطش المكسيك. يعني مكسيك كان ممكن يطلع كسبان 4 أو 5. طيب بالنسبة للتوقعات يا كابتن. هولندا وأمريكا. هو ده ماتش ريخي. بس أنا هولندا مش عاكبيني. أنا حاسس أمريكا ممكن تكسب. طيب إنجلترا وسنغال. إنجلترا. أرجنتين وأسترائي. وبعنه هيبقى ماتش صعبة طبعا. أرجنتين وأسترائي أرجنتين. فرنسا بولندا. فرنسا. مغرب إسبانيا. بص وبنسبة 70% الأسبانيا. ولكن منتخب أسباني مبارح وكانش مقنع خالص مع ماتش الياباني. فهيبقى ماتش صعب. لكن أنا برضو أرجح كافة أسبانيا. اليابان وكرواتيا. ده برضو من الماتشات الصعبة. اليابان مبارح قدمت ماتش كويس قوي. وكمان لما رجعوا للنواحة الدفاعية. أسبانيا مش عارفة تختارك خالص. فماتش صعب. رغم إن كرواتيا مش في أحسن حالتهم. بس الماتش ده برضو 50-50. يعني ما درش أرجح كافة حد فيهم بنسبة كبيرة. وإن كنت أميل إن كرواتيا هتكسب. البرازيل وأي فريق؟ لا البرازيل. البرتغال وأي فريق؟ البرتغال طبعا فريق جيد جدا. بس أمش عارفها يواجه مين. ممكن يواجه سويسرا. ومين تاني؟ ممكن عندك الكاميرون عندك سربيا. الكاميرون صعب. الكاميرون عندهم بنت واحد ويلعبوا البرازيل. وسربيا وسويسرا يلعبوا واحد. يعني لو سويسرا سربيا. سربيا برضو كفت برتغال. لا مش هيبقى التفوق كبير. البرازيل هيبقى أرجح من أي حد. لكن البرتغال فرقة جيدة. ولكن مع سربيا وسويسرا كبتن عادل الفرقة العربية قدمت مردود جيد. وشوفنا فوز فرنسا التاريخي على فرنسا. وشوفنا أداء جيد جدا جدا من لعبنا علي معلول. كبتن يعني عايز أقول لك حاجة. انت عايز سولة مش عايز سول. مش عايز سول. لا خلينا خلينا نتكلم بوقعية شوية. نتكلم بوقعية. كرة القدم اتغيرت. وطريقة اللعب اتغيرت. وقربت المسافات ما بين الفرق بالياقة البدنية. كويس. واللعبة في عشرين متر أو تلاتين متر. الملعب مخلي تحكم في التكتيك أكثر من الفنيات. والحاجة التانية المهمة. البطولة بتتلعب في شهر حداشر. وده من أحسن الفترات اللاعبين. كويس. مزى شهر ستة لما بيخلص كل واحد بيلعب له تمانين ستين مباراة. وبعدين يجي يلعب كاس العالم. فبتبص تلاقي فيه قوة وشراصة في الأداء والتكتيك. أما بالنسبة للفرق العربية. لما جاءت اللاعب في كاس العالم. البدايات بيعملوها كويس. أول مباراة ليه. لأنني لسه جاي من عدم إجهاد. مش واخد على أنك. هتعمل ضغط. هتعمل قوة جميرة. مشكلة الفرق العربية. بتتلخص في النواحي البدنية. بمعنى. أي فرقة بتعمل. من حوالي. الحداش اللاعب بيعملو حوالي مئة وعشرين كيلو. في كاس العالم. وساعات بتوصل. لمية وخمسين ومئة واربعين كيلو. يعني ممكن. توصل لتناشر كيلو متر اللاعب. أو غاية خمستاشر. اللاعب العربي دايما. حتى لما عشان التأسيس بتاعه. بيوصل لكام. بيوصل لكام كيلو. في الدوريات بتعني. يعني أنت لو كلمت على الدورة لمصر. تلاقي أقوى واحد. بيعمل عشرة تسعة. تسعة كيلو. ممكن ديانج مسلا عشرة أو يعدي العشرة. يعني. وعادي بالكلمة على اللاعب العربي. وضروف الدولي المصر. والعرب العربيين في مصر يعني. أبوصل تلاقيه تمانية. تمانية كيلو. تسعة كيلو. تسعة كيلو بالكتير. هيبقى فرق أربع كيلو. دولم يعملوا إجهاد لأي فرق. موهي عشان كده أنت بصيت. لقيت السعودية عملت أداء كويس مع الأرجنتين. يعني المجهود ماتش للأرجنتين. أثر بعد كده على فرق السعودي. أخذ بالك. الإصابات يعني أنا أعرف اللاعب كويس. سلمان الفرق لما يصاب في فرق في المنتخب السعودي. دي حاجة كبيرة قوي. ياسر الشهران الباكليفت. أقول لك حاجة. أنت مثلا. لعيب زي سعود عبد الحمين. اللاعب الوحيد اللي كان. يعني عمالي يحرقه من هنا ويحرقه من هنا. وبيعمل عليه تكتيك وكله. لما كان بيبقى سلمان موجود. سالم الدوسر يتعرف كويس. وبيتمسك من تمان. لا المنتخب السعودي عمل أداء متميز جدا في البطولة. ماتش بولاندا هو اللي كان المتصيد المباركة اللي بها لك. بولاندا بس بالخبرات. جون ولا تنين. البليهي لما تعور كمان يعني الماتش بتاع المكسيك. هو الدوسر يعادل. ضربة الجزاء. ضربة الجزاء. يعني المنتخب السعودي عمل أداء متميز. المنتخب السعودي فيه ميزة كويسة. يمكن المنتخب الوحيد. اللي من وجهة نظري في الخليج. اللي علشان الدورة بتاعه قوي جدا. فالاحتجاج بيبقى قوي. فلعبة المنتخب تبقى كوي. أنا أعرف أن العيبة فيه لعيبة أفضل من كده في السعودي كمان. يعني ولكن اللي بيحب اللعيبة تكتيكيا. لكن لو خاد مهريا. هيلاقي لعيبة أجمد. وسلم بأفضل لعيب عربي جاب أهداف. ثلاث أهداف على ما أعتقد صح. كان أولا شارك سامل جابر. ويمكن فيه لعيبة في تونس كتير. أتنين جابوا في تونس برضو. ثلاث أهداف منهم. واحد بالخصري. وكان فيه واحد من السبعينات. كان جايب ثلاث أهداف حاجة كده في المنتخب 78. لكن في الآخر أقدر أقول لك أن كرة القدم محتاجة مننا رعاية أكتر من كده في النواحي الفنية. لأن الكرة بقت صناعة. أنت بتعمل صناعة كبيرة. ولكن في الآخر هيوصل الإمكانيات. كتير كان المنتخبات بينقذها. أي منتخب يلعب تكتيكيا زائد مهارة فردية. زائد نجم أو نجمين بيخلصوه. عندما يكون اللعب الجماعي. ليس موجود. النجم أو الأتنين. زي ماردونا كده. وزي ميسي وزي كان كريستيانو في اللحظات. زي محمد صراح مثلا في منتخبك. لو أنت ممكن صراح يخلصك بوحدة. دلوقتي العامل البدني هو اللي يقول كلمته. وقالت حتة اللعب الفز. يعني الحيرة في بلجيكا بمنتهى البساطة. بلجيكا أفضل عناصر لعيبة في العالم كمتكاملة. يعني عندك 12-13 لعيبة سوبا. لكن على المستوى الجماعي. لكن قدت اللبس بايزة عندهم. ما هي دي المشكلة. وهي دي كانت المشكلة كبيرة. طيب أقول لك حاجة. العكس بقى تماما المغربة. المغربة كانت قدت اللبس عندهم هي اللي كانت عندها مشكلة كبيرة. مشكلة عمره. المرة دي في سيطرة. لأنه قربوا وجهات النظر. أنت عرف أنه مشى عشان حاكم سياج مشوا المدرب عشان حكيم. فلما مش المدرب في الوقت. حاكم هو المزراوي. ها هو المزراوي. لما مش المدرب الرعيبة دي رجعت انتقاما. عايزة تقول إحنا موجودين. إحنا هنا. فأكيد الكرة العربية فيها تحسن. والمغرب أقرب فرقة لأوروبا. إن شاء الله. طيب توقعاتك بقى كابتن هولندا وأمريكا. لا هولندا. إنجلترا وسنغال. إنجلترا. أرجنتين وأسترالي. الأرجنتين. فرنسا بولندا. فرنسا طب. مغرب أسبانيا. شوف هي أسبانيا ولكن أتمنى المغرب. بس أقول لك حاجة كابتن. كل اللي أنا بكلمك عليه ده في الأدوار الأولانية. المطشات اللي فيها التمرس دور الستة. السترس بيبقى الفرق الكبيرة والفرق التقليل. طيب اليابان وكرواتيا؟ أنا بقول اليابان، تقول اليابان. البرازيل هو أي فريق؟ البرازيل لو لعبة البرازيل هتكسب. البرتغال هو أي فريق؟ أت بالأكبر برتغال فرقة لجدا. لا بس عاوز أقولك حاجة مش بقوة البرازيل. يعني، المش بقوة، بس فرقة لجدا. البرتغال عندها برضو من اللاعبين الجيدين. ولكن في نقطة مهمة يبقى البرازيل هي الفرقة الوحيدة للتلند لسه موجود عندها أكثر من 15-16 لعيب تلند كبير تديك الثقة أنه ممكن تاخد بطول ولكن أنا ما بقى منهمش في حلة في حدة الخطفة يعني لأنهم بيمتعوا نفسهم زيادة عن نزوم أتمنى أتمنى زي كاس العالم 82 وكاس العالم 94 الشعب البرازيلي المفترض أن 82 لو فكروا وفكر الناس أن هذا أعظم منتخب برازيلي زيك وسكرات ولكن لما جم ياخدوا أحسن منتخب في تاريخ البرازيل خدوا منتخب 94 بتاع كالوس أربيرتو بريرة بتاع دونجا وبتاع ببييتو بتاع روماريو وأخو سكرات راي ولعيبة كتير قوي لكن في الآخر يبقى التلند موجود بس ما يتبقاش مش كلهم يبقوا معلمين يعني صحيح طيب وصلنا بقى الماتش النهاردة وتشكيل النادي الأهلي تشكيل زي ما قلنا هنلاقي فيه تغييرات أكيد حمد الشناوي لحراس المرمى أكرم توفيق بيعود لمركزه مرة أخرى كزهير أيمن حمد أشرف زهير أيصر وقلبي الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم سولاي خط الوسط الدفاعي عامر السولية أليو ديان ورباعي المقدمة برونو سافيو أحمد عبدالقادر كريم فؤاد ومحمد شريف شكيل النادي الأهلي مرة ثانية محمد الشناوي لحراس المرمى أكرم توفيق زهير أيمن حمد أشرف زهير أيصر قلبي الدفاع رامي ربيعة ياسر إبراهيم سنائي خط الوسط الدفاعي عامر السولية أليو ديان ورباعي المقدمة برونو سافيو أحمد عبدالقادر كريم فؤاد ومحمد شريف كابتن شريف زي ما قلنا النهاردة هنشوف تغيرات زي ما شفنا تغيرات الماتش اللي فات ولكن قبل ما أكلمك على موضوع تغيرات وبنسبة التغيرات احنا كنا تكلمنا في بداية موريات الدوري وقلنا أن فيه بعض الفرق هيحصل فيها تغيرات بعد ماتشين ثلاثة أو ثلاث ماتشات بالكتير أو أربعة ماتشات بالكتير مدربين يعني؟ اه فيه بعد الأسبوع الثالث تقدم الكابتن ربيع ياسين باستقالته من أسوان وتولى المسئولية أيمن عبدالله لاعب أسوان السابق أيمن الرمادي لا 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 لن تتعمل علي محمد مكدي افش يا عامل معروب يسمونك. ذهبت لها قصة بس حولها لكم بعد الفاسل. محمد الماكدي أفضل. بالله الرحمن الرحيم. أيمن عفض الله وتمكن أمس من الفوزة على فرق واحد سنة. بس كابت الربيع ياسين عشان تكون عارف. قبل ما يبتدي المسم كان فيه عنده تحفظات، كان عنده مشاكل. وكان يعني كان فيه كلام أنه هو ممكن قبل بداية البطولة أنه هو إيقاد المسألة ويمشي. وبعدين مكان عليق عبدالعال بعد هزيمة طلاع الجيش من زعيم الصغر بالتحاد السكندري محمد يوسف أول مباراة دي النهاردة أمس أو أول أمس كابتن حلمي طولان مديراً فنياً للبنك الأهلي بدلاً من الكابتن خالد جلال خلوك خالد جلال بصراحة هو بتبقى سياسة متبعة في مصر فقط إن أنا أبتدي دوري وأول خسارة أو أول حاجة عندما فيه رجل بتاع أنت نسيت تتكلم عن رجل بتاع بيرامدز هو لسه موجود؟ لسه موجود طيب فيه حاجات بتبقى سياسات في الفرق بتبقى مبياتة النية قبل ما كنتش هتحقق نتيجة كويسة أو ما كنتش هتبقى عندي من أول أربع مطشاط أو خمس مطشاط عندي على الأقل حاجة نفس عليها لا نحن عبقى لنا رأي ونحن أقول لك على حاجة في الطريق جاي لك الإسماعيلي جريده جاي لك في الطريق يعني في مرة حصلت مشكلة بيقولوا بين جمهور المصري وإيهاب جلال مش عارف ما رش سبصلها فعلا يمكن رئيس النادي يتدخل ويحل المشكلة دي وبيطالبوا بعودة حسام حسن حاجات كده دي سوشيال ميديا كلها إنما في تنفيذها أنا ما عرفش ده هيحصل أو لا ولكن هي هو ده الدور بتاعك وبعدين إيه؟ دول ست سبع كراسي تشيل من ده تجيب ده تشيل ده من ده تشيل ده في الحكاية أنا مش شايفين حتى غير الرمادي هو اللي فجأة بقى موجود في الحكاية إنما غير كده هتلاقي عبد العال حيروح الفرقة اللي سابها جلال وجلال حيروح الفرقة بتاعة محمد صلاح ومحمد صلاح حيمسك مكان حلم طولان أول ما حلم طولان حيمشي أو حييجي وحلم طولان الراجل اللي هو صاحب السيوفي الكبير اللي هو قاعد يعني بيشتغل بخبراته تغذر كراسي موسيقية يعني ما فيش غيرهم كمان انت مش عندك جديد انت ما شالش واحد وراح جاب لي واحد من أسبانيا وشالش واحد من أسبانيا جريده وراح جاب لي واحد من إيطاليا لا هم هم نفس إيه اللي حيغار في سيكولوجية اللعيبة ولا في السيستم ولا في الإدارة حيالله فرقة أسوان اللي احنا صارجنا عليها مبرح عندها نيرف من الروح عندها شيء من البدني على أرضها وبتلعب وعندها رغبة في الفوز فاتحق عليها الفوز ولكن كل فرع في مستوى واحد اللعيبة في مصر لكلهم أنا بقولك على مستوى الشخص نص نص قلت لك ديني عشر لعيبة سوبر في مصر مش هتعرف تطلع لعشر لعيبة سوبر فالحكاية مش في المدربين الحكاية في ماء يملكه بتاعت كل أندية أنا كمدرب حاندل أقول مسكني أنا أي فرقة وما عنديش لعيبة جوا هعمل إيه مسك علاء وعادل وقسامة فرقة الوحدهم هم هم التلاتة وما عندهمش لعيبة كويس هيعملوا الماكسيموم فيه وحيعملوا بدني هيشتغلوا وخططي هيعملوا طبرا ما عنديش المادة اللي بتشغلني ده كان السكواتي الكبير بتاع الأندية الكبيرة في الشيطة بيدوروا على سنتر فرود وبيدوروا على راجل يلعب مكان حد مصاب أو 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 فالمشكلة الكبيرة موجودة في الكبار طبرا الزغارين هيعملوا صحيح فما توجعش دماغك بتقلقش نفسك فلان ميشي فلان رجع لأن ده سيناريو متكرر يعني بسو بيبدأ بدل عندنا في الكرة ومصابية هيعملية بتاعة مدرين لعبة ومدرين مدربين وحاجات كده إدارة هم المصلحة هنا المصلحة فقط هنا إن أنت بيجي لك ناس إحنا ما نعرفش عنها حاجة ولا فيه سيفي ولا فيه نتايج ولا فيه أعلى على أي أساس فلان ده يروح وفلان ده يرجع وفلان ده يمشي ما تعرفش وفيه إيه بقى فيه عندك دلوقتي كل المدربين بقى أسكية جدا أنا بتيجي تعاد ما بيعمل إيه؟ شرط جزائي شرط جزائي يعد كده اللي بيقول ثلاثة مليون اللي بيقول مليون اللي بيقول اتنين مليون أنت من عندك حجيب من إيه أنت الحكاية دي كلها فنهدى كده على بعض ونقرأ فرق بعض وناخد كاس العلم ده الفترة اللي إحنا عاديين بنتثلى فيها دي نستفيد منها لو لقوا حاجة يستفيدوا منها إنما غير كده أكيد ووجود برده الكابتن محمد يوسك يزيد شوية من صوت مواجهة بينه وبين ميستر كولر قبل ما نتكلم في الموضوع دوت عايز برده أقول مشوار الفرقتين مشوار الفرقتين نادي الأهلي لعب ثلاث مباريات حصد العلامة الكاملة نادي طلع الجيش لعب ثلاث مباريات عنده تعادل وفوز وهزيمة حزيمة كانت مع تحاد سكندري وبعد المباراة مباشرة تم توجيه الشكر للكابتن علاء عبد العالم عملت ثلاث نتائج نادي تعادل وفوز نادي تعادل وفوز نادي نادي لكن هي مباراة صعبة دايما تغيير المدير الفني لأي فريق دايما مدير الفني الجديد بيبقى بالمورة مختلفة شوية مختلفة من ناحية نفسية من ناحية البدنية من ناحية شكله من ناحية حتى ممكن غير الطريقة محمد يوسف كان عنده شوية حظ أنه كان عنده توقف حلو مزبوط يعني أكيد خد وقته كويس قوي بدأ يحط فتسافته اللي يلعب بيها بدأ يشوف العناصر الموجودة بدأ هو يحط بصمته هو هيلعب ازاي اه يا وجه النادي الاهلي مباراة مسهلة بكل المخيص عليه ويهم ويطلع بنتيجة مرضية اللي هو كمان كمدير فني ويتبقى خطوة كويسة يعني ما يخسرش يعني محمد يوسف النهاردة يفكر في تفكير واحد بس مش محمد يوسف بس أي مدير فني عدم الخصار عدم الخصار دايماً المدير فني يمسك فريق لسه موجود معاه عايز دايماً أول خطوة تبقى كويسة ولما يكون بيقابل النادي اللي هو بينتميله ولما يكون بيقابل النادي الأهلي مقدر النظر على انتمائك أو شانتمائك أي مدير فني يمسك فريق خصوان لسه جديد يعني بيتمنى مثلاً ما قبلش النادي الأهلي أو مباراة بتبقى بيبقى الحملة عليه زيادة زيادة في ايه؟ أول مباراة ليه فالناس كلهم بيستنيها هيعمل ايه؟ بعايز يحقق نتيجة كويسة عايز ياخد ثقة ليه وفرقته فوق كل الضغطات دي انت بتقابل النادي الأهلي فده ضغط لوحده تماماً انك تقابل النادي الأهلي هتطلع هذا لا 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 أخذ وقتك ضغط لوحده خالص تخليه جاء يعني تخليه على جنب انك بتفكر في النادي الأهلي بعدين بتفكر في رقيتك النادي الأهلي بلاعبته بجماهيره والنادي الأهلي نهاردة بيلعب على كنت متفرع عليك في الامترو على ثلاث نقاط بأول الدوري فهو كمان دي بالنسباله عارف انها بقى فيش رأسها جامدة جداً من النادي الأهلي نهاردة في أول ثاني فكل دي ايه من المدير الفني بيعمل حسابها؟ اه بمسكين بيعمل حساب لنقطة كتير جداً فما تضيف عليها نقطتين تاني النادي الأهلي لو عايز ينفرد بدور النهاردة ماذا سيناريو؟ مان هو لك زكائي مدير الفني ان الضغط اللي عنده ده يوصله للاعبته بس مش ضغط حماس روح ازاي ازاي بقى مركز كويس قوي بدون ضغطات خصوصاً تنزل في أول الدوري يعني مبرامش مصرية بالنسبة للمحمد يوسف لكن هو ممكن يشتغل على دي حتي يعني يقلي بالضغطات اللي عليه لدوافع للاعبته ده أس كمدير الفني ممكن تتعامل كده الضغطات اللي عندك دي وديها دوافع للاعب زي ده لان بداية واحد بيبدأ بداية جديدة بس المشكلة بياخد خطوة للا البتل فوشو انت فهمي فالتفكير بيختلف شوية لكن مباراة صعبة على الجانبين على فكرة مش على طلاع الجيش بس على النادي الأهلي كمان كولر النهاردة يهموا ان شاء الله طاعت نقاط وابقى أول الدوري لعابة كلها عارفة كده اعتقد النهاردة التشكيل الأنسب ويمكن بدأ بالتشكيل الأنسب والأصح كنت تشرف كما يتكلم كيفية تغيرات كتير قوي على ناحاته النادي الأهلي بيلعب منافس مش سهل على الجانب الآخر طلاع الجيش معروف مين هو النادي الأهلي بلعبته بمجدول الفن بجماهيره بطموحه النهاردة انه هو مش عايز يضيع اي نقاط النهاردة. بالنسبة انك تضيع اي نقاط ما عايف انك انت لازم تستغل تعصر المنفسين من بدري علشان ممكن تحسم البطولة مبكرة. هو لحاجة ايمن هي اسمها بطولة دوري منافسة اي انا منافسة منافسة بينه من اسامة. احلتين ماشين كويس اوه بس اسامة تعصر. هو هنا انا بقى ايوه. ابان انا هنا. استفاد من التعصر بتاع اسامة. وابدأ بأول الدوري. وابقى هو اللي مضغوط سيئة تبقى طول الموسم ايمن على الفرق اللي بتنافس على الدوري مين ضغط مين. طب هو سؤال اخير قبل ما نطلع الفاصل كاب. فضل. هل المؤجلات الكتير بتاعت النادي الاهلي السنة اللي فاتت ضررته اكتر مما افادته. اكيد ضررته. اكيد ضررته. طبعا. طبعا. مؤجلات كتير ايمن فيها ضر عليك انت. كل مباراة بتلعب على. اكناب بطولة لوحدها. ومبارات متتالية. مبارات متتالية. غير الاسابات اللي بتيجي غصبنا عنها في الموسم. فكترة تأجلات دي حاجة مضرر اي فريق في العالم على فكرة. مش لنادي الاهلي بس. لكن انا شاف ان انا كانش فيها فايدة لنادي الاهلي خالص. زي كان عاد الوقت بيتكلم على المنتخب السعودي. من سوق حاصل المنتخب السعودي. دي صباط اللي دربته في كاس العالم. لنقول كترة مختلفة تماما. عشان كده كل مدير الفني بيتمنى ان هو يدامل اللعاة بتاعته. يبقى الاسابات بعيدة عن الاسابات. لان هو لما العيب مهم عنده ومصاب. انت بتضطر تغير فكرك او تحدي. طب هي بتبقى حاله يا كابت. يعني ما هو احنا كنا مضطرين في وقت ملوقات ان ان انت مش هتقدر تلعب كل يومين ثلاثة. وعندك سفريات. انت عارف طبعا سفريات الأفريقية صعبة جدا. كاس العالم. طب حلها ايه؟ ما كتش لها حل. المسلم اللي فات لأ. ما كتش لها حل. بس انت بسألني على وجهة ناظري انت افادتك على ادارتك. لا. انت افادتش في حاجة انت ادارتك. وادارتك حتى في كم اصابات اللي كان بتيجي اللعبتك. ما ينفعش يا ايمن كل ثلاث يام بتلعب بتلعب مباراة بالك. دي ثالث سنة او ثاني سنة على التوالي. وفيه حاجات في بطولات مختلفة. وفي بطولات مختلفة في فوسة فريات ترجع. طبعا احنا حتى اتكلمنا وقلنا كان الله فؤوني اللعيبة لموسم اللي فات. لكن الموسم ده تاخد الامور الحمد لله واضحة. وتمام. والنهاردة بسرعة كده مرة تانية. لا مباراة صعبة على الجانبين. اشان النادي الآن ان شاء الله حسنا بنجل نتكلم فني. لازم يبقى يستغل بداية الموراة من اول سنة. باذن الله رب العامين كل توفيه للنادي الآن. هنروح لفاصل ونروح نكمل مع انجومنا الكبار بعد الفاصل انتظرونا. نراحب بكم مرة تانية يا عزيزي مشاهدين. وقبل منروح لكابتن قسامة نقول تشكيل فريق طلاع الجيش. عمر رضوان لحرص المرمى. وهو سولاسي خط الدفاع او خماسي خط الدفاع. احمد ايمان منصور. محمد فتح الله. خالد ستوحي. احمد عبد الرحمن زولة. واحمد متعب. قدامهم اسلام محارب. والرباعي المقدمة. كريم طارق. عبد الرحمن اسامة. احمد سمير. وخالد امر. مرة تانية. احمد ايمان منصور. محمد فتح الله. خالد ستوحي. احمد عبد الرحمن زولة. احمد متعب. وخماسي المقدمة. اسلام محارب. كريم طارق. عبد الرحمن اسامة. احمد سمير. وخالد امر. نقول الاول بودلاء النادي الاهلي. وبعدين نقول بودلاء طلاع الجيش. بودلاء النادي الاهلي. علي لطفي. حسن. حمد مجد افشا. شادي حسين. فرسي تاو. طاهر محمد طاهر. محمد هاني. محمد فخري. بودلاء طلاع الجيش. عماد السيد. علي الزهدي. محمد شريف حتحوت. العربي بدر. موسيس ابي كو. محمد سمير. ومحمد شحات. كابتن اسامة. الماتش اللي فات كان ليك تعليق على بعض التغييرات اللي اجرها. مستر كولر. ولكن شفنا في تصريحاته في المؤتمر. ان هو بيبص للمرحلة اللي جاي. هو النهاردة اعتقد ان هو عادل الملعب. بالنسبة لي. مضبوط. ما فيش شك ان الماتش اللي فات. هو عمل تغييرات كتيرة شوية. رغم الفرقة فراحة. لكن قلت لك هي دي وجهة نظره. وهو يقدر يقدرها. لكن احنا اتكلمنا من وجهة نظر. انه مباراة الكاس. ما فيهاش تعويض. وفعلا الماتشت صعب علينا. والنتيجة اصبحت تعادل. ولعبنا ضربات جزاء. لكن الحمد لله ربنا سلم. والنادي الاهلي. لانه الاهلي كان اخطر. واقرب ان يكسب المباراة. لكن المباراة وصلت لضربات الجزاء. فهو النهاردة. رجع معظم اللاعب الاساسيين. اللي كان بدء بيهم الدور العام. عمل ست تغييرات عن المباراة اللي فاتت. مضبوط. يعني اكرم توفيق موجود. رامي ربيعة مكانش موجود. اليو ديانج مكانش بادئ. احمد عبدالقادر برونوسافي ومحمد شريف. كريم فؤاد كمان في التلت الامام. كده يلعب في الجناح الايمن. او في التلت الاخير. واحنا قلنا هو الراجل اللعب في المكان ده. وكان نجح فيه جدا. وكان لازم يكمل. هو المباراة اللي فاتت. من وجهة نظره شايف ان كريم يلعب. ظاهير الايمن. وطاير هو يلعب في الجناح. وبعد كده نقلوا. بعد شوية لما لعب هاني في الظاهير الايمن. ولعب كريم فؤاد قدام. بس انا اريد حاجة في موضوع الفرق الكبيرة. زي النادي الاهل. الكواليتي اللي معاك. بتديك الاريحية شوية ان انت ممكن تعمل تغييرات في الملعب. لان انت ماسك النادي الاهل. المفروض البدائل. مش عايز اقول على نفس مستوى اللعبة الاساسية. بس على الهل قريبة منها. فهو كان عنده اعتقاد ان مش هيبقى فيه فرقات كتير. طبيعي يا ايمن. الفرقة الكبيرة زي ما انت قلت. ان قوام الفرقة مثلا 25 لعب. بيبقى فيه مستويات متقربة. ولكن حتى لو فيه مستويات متقربة. فيه فروق فردية في بعض اللعبة. وفيه فروق في اللعب. اللعب انت لما بتكون. حتى لو احنا مستويات متقارب. وانا بلعب على طول. ورجلي في الملعب. وجهست. غير لما كون انا قاعد احتياطي خالص. أو بعيد. وبعيد. وبلعبش. احساسي بالماتش. احنا مبرح شوفنا ماتش فرنسا وتونس. ما فيه شك ان. اساسا الفروق كبيرة بين فرنسا وتونس. مدرب فرنسا اسمه ايه. نشام. غير تقريبا 11 لعب الاساسيين بتوع فرنسا. او عشرة. الملعب رغم ان دي برضو فرقة فرنسا. لكن فيه فروق فردية واضحة. فيه تجانس بين الحداشر اللي بلعبوا رجليهم بلعبوا. وغير الفروق الفردية. كويس. طب حسألك حاجة مناسبة للتجانس. هو فترة التوقف اثرت بالسلب على العيبة النادي. مش. اه. وبعض الفرق. ولكن هل تعتقد ان عدم اداء مباريات ودية في الفترة الطويلة دي. اثر على مستوى بعض اللعيبة؟ ممكن. لان المباراة المودية. مهما بتتضرب تدريب اللي هو العدي التدريبات اليومية. المباراة الودية. مش هنقولها هي مباراة رسمية. ولكن بتدي لك الإحساس بالمباراة. مواقف المباراة. الوضع اللي بتلعب فيه في المباراة. بتقابل منافس. منافس مختلف عن الزميلك اللي تتمرم معاهم. فبيجي لك إحساس شوية. انك انت بتلعب مباراة رسمية. يعني هو طبيعي. تدريب مباراة ودية. مباراة رسمية. اللي هي أجهز حاجة بقى بتجهزك. لطوب فورم بتاعك. بيجي لك بعض المواقف. ممكن تقابلك المباراة الرسمية. مظبوط. فالمباراة الودية مرحلة تانية. بعد التدريب العادي. انها بتقهلك. انك تلعب مباراة رسمية. فطبعا لما بتلعبش مباراة ودية. فبتبقى كفاقتك بتبقى أقل. فده جزء. احنا قلنا كده. احنا قلنا جزء الراحة فرق. الفترة الراحة اللي هنا عدناها. التغييرات الكتيرة. لبعض اللعبة مش أساسية. وبعض اللعبة بتلعب في مراكز غير المراكزة. فرق. ضاعت الفرص. لان احنا برضو. اضعنا أكتر من أربع أو خمس فرص. بذاتة شوت الأولان. كان ممكن تخلص المباراة. فكل الأمور دي. لكن نهاردة زي ما قلت لك رجع ست لعبين. كانوا بيلعبوا الفترة اللي فاتت. يمكن باستثناء الرامي الرابعة. هو اللعب في نهاية الماتش. اللي فاتت ما كانش أساسي بالنسبة له. لكن بقيت بقى الناس. لعب إليو ديانجم بعمر السلية. لعب أحمد عبدالقادر في مكانه ناحية الشمال. ورغم أن أحمد. لابد أن يفز الجهد أكتر من كده بكتير. عشان. الناس حتى. يعني عليه. بتعول عليه. فهو لازم يكون قد المسئولية. لأن أحمد لعب كويس جدا. ولكن هو مشكلته أن بيلعب. فترات قليلة في المباراة بإيجادها. يعني ما بيعودش يلعب. مثلا مباراة 90 ديانة. ما بيعودش ألعب 50 60 70 ديانة. كويس قوي. ولعب رايح شوية. لا. هو ممكن يلعب لعبة ويرايح مدة طويلة. أو ماتش. لا. رغم إمكاناته الكبيرة. هل العمل بدل لي دور؟ طبعا العمل بدل لي دور. ولكن برضو كمان الإسرار. والعزيمة. وإن أنا مفرحش قوي بلعبة شكلها حلو. وبعد كده أغيب عن المباراة أو المباراة اللي بعديها. فهو لازم. والراجل نفسه أعاده. يبتدي أعاده في أكتر من مباراة. ولازم يأخذ باله من ديه. إن هو كان الراجل حطه يمكن من الناس المعددين بالنسبة له. في الفترة الأخيرة أبتدي أعاده. فهو لازم يحس بديه. إن هو لعب مميز. مما لا شك فيه إن هو عنده إمكانيات هيلة. أنا أقول لك إن هو لعب مميز. وعنده إمكانيات هيلة. صحيح. وبعد إن إن كمان من اللعيبة اللي بتاعف في مواقف واحد ضد واحد. بيفوت. ويدي قليلة جدا. صحيح. مش أي حد بعملها. صح. وبيعرف. وبيعرف لما بيخش الجهة الثمانتاشر بيعرف يروح ويخلص. فهو عنده إمكانيات كبيرة. بس لابد إنه عنده تصميم أكتر. إن الأوقات الحلوة في اللعبة تبقى أكتر من كده. فالرجل رجع لتشكيل تقريبا إن هو الشبه الأساسي. وتمنى إن شاء الله إن اللعيبة كلها تكون موفقة. ويقدم مبارك ويسا. لأنه الثلاث نقاط النهاردة هتبعدك عن المنافسين. وخاصة نادي الزمالك. مع احترام الكامل المنافسين. حتى اللي موجودين على الأول دلوقتي في الدوري أو الثاني. أو اللي محتلين للمراكز الأولى. مع الوقت مش هيبقوا بعيد. لكن هو المشكلة الأكبر بالنسبة لك في الدوري. هو نادي الزمالك. هو أقرب منافس لك للحصول على البطولة. يلي بيرامد. بعد كده هتبقى فيه مسافات بعيدة شوية. فبرضو مهمة أو إنك أنت تستغل. تعصرهم. تعصر المنافسين. فإن شاء الله أنا تمنى الثلاث نقطة النهاردة بإذن الله. طيب. كابتن عادل. التشكيل يبدو من وجهة نظر الكبات إن التشكيل منطقي. دعني نكلمك على نقطة. وهي عنصر من عناصر القوة في النادي الأهلي. الجهة اليسر. يعني في محمد أشرف و أحمد عبد القادر يعني؟ وعدم وجود عالي معلول بصفة أساسية. طب بس يا كابتن خلينا نتكلم بس أقول حاجة كابتن أسام قالها المنافس. بتاعك ناد الزمالي. أي. تعرف أنا المنافس بتاعه مين؟ الفار. الفار. حقيقة. يعني ده المنافس الأولاني والأخير اللي. بنعمل له إيه؟ ما عرفش. بس أنا بقول لك يعني. طب حلا إيه من وجهة نظرك؟ أنا بقول لك ليه الكلام ده. أنا بقول لك ليه الكلام ده. لأنه السنتين اللي فاتوا. رغم الأداء الغير. يعني أداء ما كانش بالصورة. يعني كان فيه أخطاء عند النادي الأهلي. ولكن اتحرمت من حوالي 18 بنت في دوري. و14 بنت في دوري. أنا مش برجح حاجة. لا لا مظبوط صح. بس أنا بقول لك ده الحقيقة. الديني حقي. أي. أنا ما بخافش من أي فرقة في مصر. ليه؟ لأن بالطبيعي إن هذا الأهلي لعبته أفضل لعيبة. ده حقيقة. الحاجة التانية إن هذا الأهلي أكثر إن ده بطن. مرضو. مش عشان بنا نتميله. نكلمك على تواريخ وتاريخ. وبنكلمك على الناس. صحيح. فالديني العدالة. الديني العدالة. وأنا بقول لك. على الموضوع الطويل للناس الأهلي يبقى بطل الدولة في كل سنة. أرجع لحتة النهى الشمال التي تتكلم عليها كابتن. أهم نقطة. أنا ما يهمنيش ناحى الشمال بيتعمليه بيهمني المرونة التكتكية. يعني أحيانا مثلا. علي معلول لما بيبقى مع أحمد عبدالقادم. أنت بتقول إن علي معلول لعيب مهاجم كويس. يمكن علي معلول معروف إنه بيهاجم أحسن ما بيدافع. يبقى أنت إزاي تلاعب لوحمد عبدالقادر مثلا. كلمتك إنه واحد تكتكية. يبقى أنت تلاعب لعيب بيعرف يلعب راس حربة ثاني. عشان يدخل ويسيب علي معلول. بالشكل ده يبقى عبدالقادر هو اللي هيهاجم. ومحمد أشرف هو اللي هيقف وره ويدافع. هتبقى الجبهة بتاعتك قوية في الناحية الهجومية. وقوية في الناحية الدفاعية. ولكن ما فيهاش المرونة التكتكية إلا ممكن حد يروح. أنت بتفكر مثلا في واحد زي مثلا إيه علي معلول مع طاهر مثلا؟ آه يعني واحد مرتزم قوي. وبيخش راس حربة ثاني بيفضي. واحد بيعرف يعمل محطة ويطلع اللاعب زي علي معلول. حاجة ثانية بيعرف يعمل الوجه بالدفاع. عشان علي معلول لو راح مش معقولة يعمل 100 متر ويرجع ويعمل 100 متر ويرجع. فالمفترض أنه يبقى في مرونة تكتكية علي معلول. لما يطلع يبقى عنده الرجل ده بيعمل عنده الناحية الدفاعية. ولكن في آخر الأمر المدرب شايف وطريقة لعبه بيشتغل على إمتى هيدرب من هنا؟ إمتى هطلع؟ إمتى هو قوة علي معلول في طلعه إن طايم؟ محمد أشرف لسه ما عندهش خبرات. نستاذن كابتن نروح لإزمالنا فاروق صلاح من ملعب مباراة ونتعرف منه على آخر الأجواء قبل انطلاق المباراة مبور شرطة. يا فاروق الأخبار عندك. طبعا برحب بيك كابتن مصر كابتن أيمان شوقي وبرحب بضيوفك الكرام كابتن مصر كابتن شريف عبد المنعم. كابتن علاء ميهوب كابتن قسام عرابي وكابتن عدل عبد الرحمن. وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة أخبانات النادي الأهلي في كل مكاننا من داخل ملعب للأهلي. ويعني آخر استعدادات للأهلي لمواجهة فريق طلاع الجيش في مباراة الجولة الخامسة للدورة المصر الممتاز. عايز أقول لك حضور جماهيري من جانب جماهير النادي الأهلي اللي بتهت في اللعاب للنادي الأهلي. وكان هتفهم أهم أبطال السوبر ومساندة ودعم كبير جدا من جمهور النادي الأهلي للعابين ومستر مرسل كولر. من الأمور المهمة جدا كابتن أيمن لدى وصول الفريق الأرض الملعب كابتن محمد يوسف. وأيضا لعاب النادي الأهلي الفريق طلاع الجيش سواء محمود أو وحيد وعربي بدر توجهه لغرفة خلع ملابس النادي الأهلي. ويعني ماشي بيدل على روح الرياضي واحد من أبناء النادي الأهلي. الكابتن محمد يوسف اللي كان حريص أنه يسلم على كل الأفراد الجزء الفني للنادي الأهلي وجميع الموجودين في النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي بتنادي بتهتف على اللعبين الحوافز اللي احنا شايفينها عند اللعبين مهمة جدا. عايز أكد لحضرتك على بعض النقاط المهمة. النقطة الأولى أن بالأمس كان حضور علي معلول وعودته عقب المشاركة مع منتخب تونس في كأس العالم عاد إلى القاهرة. ومن المنتظر غدا بإذن الله يكون موجود في تدريبات النادي الأهلي إن شاء الله استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة. برضو بطمنك على محمد عبد المنعي ومحمود متولي اللي بيغيب عن هذا اللقاء لكن بطمنك أنهم من ناحية الطبية جازين وهيكونوا موجودين أيضا في تدريبات النادي الأهلي غدا استعدادا لفريق مواجهة غزل المحلة. عايز أطمنك أيضا على أيمن أشرف اللي من المنتظر ينضم التدريبات النادي الأهلي يوم الاثنين اللي قادم. طبعا كان أجرى مجموعة من الفحوصات الطبية برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة ما بين النمسا وألمانيا. اطمننا من خلال الدكتور أحمد أبو عبلة على الحالة الطبية لأيمن أشرف. والأمر لن يستدعي إجراء أي عملاجر حياء لأيمن أشرف. الأمر كله برنامج تأهيلي موضوع لأيمن أشرف. إن شاء الله الأمور المبشرة بالخير إن شاء الله في البرنامج الطبي. هينضم إن شاء الله للتدريبات النادي الأهلي يوم الاثنين اللي قادم. أيضا عمار حمد بطمينك عليه والحالة للطبية خلاص بدأ يشارك في تدريبات للنادي الأهلي. تقدر تقول يا كابتن أيمن دي كن كل الكواليس الخاصة بالنحية الطبية للنادي الأهلي. جي مستر مارسل كولر تفقد أرض الملعب أثناء على أرض الملعب. حاكم اللقاء محمد عادل لدى وصوله أيضا نزل لأرض الملعب وأتقم المعاون. الجمهين النهاردة إن شاء الله ترسم لوحة فنية جميلة. وإن شاء الله تكلل بفوز النادي الأهلي بهذه المباراة من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمن شاوري. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح كابتن عادل تفضل نكمل كلامه. يعني أنا عايزة أقول لك إنه البداية بقى من النادي الأهلي قاعد بيلعب مباراة بفكر أوروبي. اللي هو بيلعب ناس بديل أو كمان خارج تاكتيكو اللي في اللعب يعني علشان يلعب في الدورة بطريقة تانية. هم المدربين الأجانب كده مثلا وعادة يعني لكن إنت راجع بقى للبونت وراجع للتلاتة بونت وراجع للموضوع ده. عايزة أقول لك كثير قاوي إن النادي الأهلي لما بيبقى وراء فرقة في الدورة وبيدق بلغة الكرة بيدق براها بيتعبها. وكثير قاوي لما إحنا النادي الأهلي بيركب الجدول بلغة الكرة ما بينزلش منهم. بس إنت لازم تستغل الحتة دي. أنت محتاج دي. ايه. انت محتاج أنك تركب الجدول. مزبوط. النهاردة بداية جيدة. أنك أنت كمان تعمل المبدأ اللي هو عدم الاستهانة أو مش الاستهانة تتقال كده. يعني عدم تضيع أي نقطة في الدورة. خليك تضيع النقطة تبقى على مضر. يعني كثير قاوي محتاجين اللي حتة إزاي تكسب حتى لو أنت وحش. مزبوط. إيه دا سمة الفرق الكبرى. آه دا دوري. يعني دا دوري. أنت محتاج السنة دي تكون عندك هقولك الشراسة التاكتيكية والفنية والبدنية. وكمان عارز أقولك ما تتهونش في حقك في أي حاجة. وأنا بيعني الكلمة دي. ما فيش تهاون في أي حاجة لأن الناس لما بتلاقيك بتتهاون بيتمادوا. بيتمادوا. يعني أنا محتاج أن أنا أخذ حقي تماما. وأنا ليه أنا بتوسع على الحتة دي دايما لأنه حتة الدوري حتة الدوري ممكن توقعك في بناط علشان قدامك. الحاجة اللي أنا أتمناها في فرقة النادر أهلي. نخلص من بدري. نخلص من بدري. صح. فالناس هتقولك أو الموضوع هتقولك إيه ما خلاص بقى. نعمل لهم إيه. مش هنعمل حاجة. يعني خليها غرف غرفة. خلينا لما بتقرب المسافة بيبقى في الأمل. فبيتدس عليك في حتة. يعني دي مهمة. دي مهمة جدا 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 لأنه أنا شخصيا ماستحملش. إن أنا دي عملي دوري تلات مرة. بس دي لازم توصل للعيبة أو لازم تكون مترسخة فأفهم. أنا 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 أتمنى أنا أتمنى أن يكون ده فكر اللاعبين. أتمنى أن اللعيبة طول الوقت تحط في دماغها. الكلام اللي أنا بقوله ده كابتن أيمان. أتمنى أن اللعيبة طول الوقت تحط في دماغها. إنه إزاي ما يدعش منهم بنت واحد علشان أول ما بيوصل العملية. لأن النادي الأهلي بيفرق شوية الإحباط بيضب في نفس الناس. وحاجة تانية كابتن أيمان أقول لك عليها. طبعا. أنت في المباراة نفسها أي مباراة النادي الأهلي بلعبها مع أي خصوة. حتى المنافس لو النادي الأهلي داس في البداية وجاب هدف وركب المباراة بلغة الكرة. الفرع الثاني ما بتعملش معك حاجة. عارف ليه؟ لأنها عايزة تخرج لبلان تاني من التكتيب. ما بيقدروش عليه. وبعدين ما بيقدروش يهجموك وانت تدافع. أنت فهمنا عايزة أقول لك هكذا. فهي العملية أنك أنت خليك شارس الفترة دي. خليك شارسي حتى ما الدور الأولاني يخلص شارس بمعنى الكرة. فهمنا. تخلص الدور الأولاني. أنا لو خلص الدور الأولاني. ركب الجدول بفرق خمس ست نقاط. قدر أقول لك إن شاء الله. يعني وده تصريح على لساني. تحسب الدوري بدري جدا. إن شاء الله رب العالمي. وده أتمنى. بإذن الله. طيب كابتن شريف. بعد ما شفنا تشكيل فرقتين. مفاتيح اللعب النادي الأهلي النهاردة. اللي ممكن يصنعوا الفير. هو أنا بس في الأول في حالة تغيير في الفريق. من ناحية أنا كنت شايفني محمد أشرف كان عنده شاد. إجهاد أو حاجة زي كده. وبعد أحمد عبدالقادر عن مباراة والرجوع. وراجع من راحة. في حالة وجود طهر محمد طهر وإيجادته في ناحية الشمال. أتمنى زي ما بقول لحد عاديين نخلص بدري بدري يعني. عملية بناء وتحضير وإنهاء واستغلال فرص. هو ده اللي انت بتدور عليه في أي مباراة بتلعبها. راغبة تهديفية عدم إضاءة أهداف. الحالة البطنية بتاعت كل اللعب والحالة الاستشفى اللي هو موجود فيها. هي دي اللي بتحدد لي الإسلوب اللعب. يعني أنت عندك ما شاء الله شاد حسين ومحمد شريف. الاتنين دلوقتي ممكن لعبوا مع بعض. وممكن يلعبوا بتقسيم الوقت. في نفس المباراة والاتنين يعني الاتنين بقم بلعبوا على أطراف وبلعبوا داخل الملعب وداخل الصندوق. كريم في وقت بيحتفظ بنفسه بالنحية الهجومية أن هي ناحية اليمين خاصة أنه خلفه أكرم توفيق. هي الفرق اللي بتلعبك يا كابتن أيمان بتلعبك خمسة أربعة واحد كلها. اللي هو بيحاولوا يزهقوك في نص الملعب وما يدولكش مسحات إنك أنت تنفذ الإسلوب بتاعك. اللي هو الضغط والأطراف والعرضيات والتصويبات. وتخلص في المباراة. أنت لازم يبقى عندك سبق التهديف في أوقات متأسمة في المباراة. يعني من أول دقيقة الأول عشر دقيقة لازم يكون عندك النية في نهاية المباراة. لازم يكون عندك هاتف السبق التهديف إنك تجيب جول في الوقت ده. ده بينهي المنافسة بيفتحوا خططهم زي ما لك عدي البلان بي بتاعهم أو البلان دي ولا سي. بتعدي خمس دقيقة كمان ومعشيء بنفس الضغط بنفس تعب عشر دقيقة لازم تكون بتحضر للهدف التاني. والهدف اللي هو بعد كده التعزيز والإن أنا خلاص. بقيت أنا اللي بقى ده ألعب الكرة بتاعتي السليمة الباس باس 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 باس. الكرة التانية كلها تبقى بتاعتي. فأنا مش عارف المدرب عنده فكر كبير جدا عنده فكر كبير جدا في حالة التدوير ومقسم الوقت اللي جاي بين اللعيبة كلها وواسق في الإمكانيات اللي موجودة عند اللعيبة كلها. نعم كانوا بالكبات اللي بيتكلموا إيه الفروقات اللي موجودة بين اللعيب ده واللعيب ده ما أعتقدش فيه فروقات كبيرة جدا بل بالعكس فيه عملية تدوير وإراحة لعيبة معينة واستغلال إمكانيات لعيبة معينة فكل فريق هو بيدرسه أو بيشوفه أو كل المدربين بيعودوا كلهم مع بعض والراجل لسه إحنا في أول الدورة دلوقتي لعب دي سابع ماتش ليه على ما أعتقد مستر كولر فحتلاقي رؤى جديدة هو عايز شوفها رؤى قديمة عايز يأكدها زي أحمد عبدالقادر مثلا فزي ملك عدل عايز أحمد عبدالقادر ده يثبت له الرؤية اللي عنده عشان يثبت الرؤية اللي عندي ده لازم طلع كل الكرة اللي عندي لازم أنا أكون عايش بأسلوب يخليني فعلا عند حص نظام المدرب بيه وحط نظام الجماهير بيه ومأي اللعيب عندنا بيجيب جور كويس أو بيلعب ماتش كويس عنا كلنا بنقول عليه لا بروميسينج واعد وكلاما هي الحكاية بقت في رجل اللعيبة مش لما المنافس بتاعك يجيله تعصر أنا حالة الراحة تجيله أنا لا بالعكس دي تزيدني شراسة تزيدني احتفاظ بالتقدم بتاعي تزيدني راحة نفسية لي أنا وفي عمري ايه عمر تسعين دقيقة أنا أقدر بإمكانياتي وأقدر بلعبي وأقدر بجماهيري وأقدر بكل حاجة أبعد عن أي شكوك بقى بفروة أشكو في أي حتة وما أخشش في مهاترات أنا ما أتخشش في أدهان اللعيبة خالص هم بأيديهم يخلصوا لي الحكاية دي فإن شاء الله عندنا إمكانيات كبيرة جدا إن إحنا بوجود العناصر الجيدة عندنا في كل خط إن كده تقدر تخلص أي مباراة تبتلعبها مش مباراة اليوم بس ما أحترامي لأي مدرب جاي أو أي فريق أنت بتلعبه فيه فوارك كبيرة جدا في حالة واحدة بس إنك أنت بتأخذ المال المطش ما أخذ جد بتلعب خسران واحد سفر إنت لو بتلعب متأخر إنك أنت خسران هتكسب اثنين وثلاثة هو ده حال النادي الأهلي يروح النادي الأهلي وشوفنا النادي الأهلي في السوبر عملوا مباراة وإحنا عاديين كده كلنا حاسين إنه لك الأهلي هيكسر للأهلي متماسك خطوطه ومتماسك اللابة بتاعه بيحافظ على الكرة كويس جدا ما بيفرطش في أي حاجة بالكرة بتروح اثنين تلاتة بريهم زي يعني سرعات رهيبة جدا بترجع على الكرة تاني وتبقى الكرة ملكينة والفكر وإبداء الرأي والشخصية اللي موجودة واحد زي كريم فؤاد شخصية كبيرة جدا في المنطقة دي وبقى بيسك فيه وبقى بيسك في نفسه وبتالي يصدق نفسه فأنت كنادي يجب أن تصدق نفسك كمان أن أنت الحمد لله تقدر أنت البطل في كل الأوقات بس دي في المنع بشأن أنا ممكن أكسب في أي وقت غرأت فرق كبيرة بكسر عالم أكسب في أي وقت أو عدم احترام المنافس أستفيد منه لازم نستفيد من الدروس دي كلها طيب كبنا علاء بالنسبة لتشكيل النادي الأهلي وثبات الطريقة ما بتتغيرش أربعة أثنين ثلاثة واحدة نيجي طلاع الجيش طلاع الجيش يعني على الورق شكل الكابتن محمد يوسف عمل تكتلات دفاعية في نص ملعب يعني نشاف على الورق تقريباً خمسة أربعة واحد ده الأسلوب اللي هو المتوقع منه إزاي النادي الأهلي يتغلب على التكتلات الدفاعية اللي هيعملها الكابتن محمد يوسف المتوقع من بداية المباراة كما نتكلم على يوسف أول مباراة ما فيش مودي الفن هي لعب النادي الأهلي مباراة ويبقى الجيم مفتوح مفتوح طبعاً استحاله لازم يبقى قافل الجيم كويس قوي إنه عاد في فرقات كتير كبيرة بين النادي الأهلي واحترام الكامل اللي طلع على الجيش كويس الفرقات دي تغلب عليها إزاي؟ في طريقة اللعب بتاعته طريقة مراقبة مفتح لعب النادي الأهلي مميزات النادي الأهلي فين ويبدأ يلعب عليها إنه معروف النادي الأهلي مميزات دايماً بيستعمل الجناب كويس قوي وحيطة الاختراج في الجهة العكسية النادي الأهلي خلاص الوقت بمعروف كويس قوي فيه أكرم وفيه كريم فؤاد على الجانب الآخر فيه محمد أشو وفيه أحمد عبد النادي بس دائماً الجنب اللي ناشط قوي جنب اليمين بتاع أكرم عشان كده ممكن تلعب محمد يوسف النهاردة عمل التكتل ده مثلاً يلعب بتالت مساكين وراه عايز يقفل أي خطأ دفاع ممكن يحصل في وجود معلول بيبقى العكس أكيد بيبقى مير شوية عند عالي معلول لكن هو في كل أحوالي عشان بس ندي أكرم حقه وجود معلول أو من عدمه دايماً أكرم عنده مهام هجومية وبيعملها كويس ومهام الدفاعية بيقدر يستفيد منها كويس برضو وعشان كده هو مميز الفترة دي مميز جداً الفترة دين هو بيقدر دوريم بطريقة مرضية جداً نعمل عنه الإصابات بالضبط أه طبعاً يعني عشان كي أقول لك النهاردة محمد يوشي في تكدر دفاع هتقابل تكدر دفاع ده إزاي؟ أول حاجة لازم تمرير الكرة يكون سليم جداً سليم لازم الكرة طلعة من الرجل للرجل سليمة عشان أبدأ أبدأ أنا هعمل إيه؟ في كل حاجة في الدنيا لها بداية بداية الهجمة تبقى سليم في التمرير بمرر صح لإسامة العادل لي كانت شريف هو ده الأساس وأبدأ الحركة من غير كرة لأن النهاردة لو التمرير وثبت استحالة هتوصل لجول طلاع الجيش استحالة هو قافلها وعايزك كده هو النهاردة محمد يوشف ما عاربش وقالهم ولا كده حامل يوشف النهاردة أمنيت حياته دايماً عايز بلعبة النادي لقاله قدامه هو يعني في الدفاع يقولك المدافعين بتقوه خلي لعبة النادي دايماً قدامك ومعندوش مشكلة دايماً شايفهم بتحركوا لكن النهاردة الأساسة بسرعة تمرير صح تحرك من غير كورة تقدر تبنى عليه كل قطتك الهجومية من تحرك على الجناب الدفاعية دايماً اللعب على الطرف العكسي اختراق الطولي يتعامل لأن برضو لازم بتلعب على الجناب كويس أول لازم فيه اختراق طولي ممكن برو سافي وممكن من عمر السلية يعملها كويس قوي ويبقى ديانج هو المستني في نص المرة طيب كابتن اسامان عايز سريعاً رؤيتك الفريتين نيحة الفنية وبرضو كابتن علاء اتكلم على عدة نقاط فنية لضربة تكتوري الدفاعية ومنها برضو خلي بالك حتة التزديد من خارج المنطقة والاستفادة من كرات السابتة واحنا استفادنا كويس قوي قوي منها قبل فترة التوقف في بعض المبارية احنا قلنا الضربات السابتة من اكتر الحاجات في الكرة العالمية حتى واحنا نتفرج على اعلى مسابقة في العالم بنشوف فرق كتير بتكسب بالفاولات او بالضربات الركنية في اكتر مبارات المبارات مقفولة وتلاقي ضربة سابتة وبتخلص بها الفرقة او ضربة سابتة سواء كورونار او فاول من الجنب او فاولات من خارج التمنتاشر شوفنا كتير قوي في ماتش المكسيك والسعودية شوفنا في ماتش كاميرون وصيرفيا بتاعترات الثلاثة شوفنا ماتشات كتير قوي سواء ضربات ركنية او فاولات فمهمة جدا واحنا فعلا مستر كولر الشيغال عليها كويس فدها تبقى من النقطة المهمة جدا النهاردة لنا وعلينا على فكر لانه برضو هم عندهم السلاسي اللي ورا خالد ستوحي وفاتح الله وايمن منصور مع خالد امر بيطلعوا بيبقى برضو في خطورة لانه برضو هيعتمد على الحاجات دي وعندهم احمد سامير مميز في كرة السابت وامد سامير مميز في الحاجات اللي هي بارة 18 او الفاولات الجانبية او كلام ده فالنقطة دي طبعا مهمة جدا فرقة طلاع الجيش الفترة اللي فاتكة بلعبها اربعة بس في الخط الخالفي لما جي يوسف ابتدى يعني حتى تشكلهم عن مباراة الاتحاد هو بتغير واحد بس حسن مجدي كان بيلعب كظاهير ايمن هو شايله وخالد وحاتة خالد ستوحي اللي هو المساك عشان يبقى جنب فتح الله وايمن منصور وعبد الرحمن زلعب اليمين واحمد متعب على الشمال هيلعب بقى خمسة اربعة واحد هيبقى اسلام محارب وعبد الرحمن اسامة وعلى الطرف الشمال قدام متعب طريق كريم طارق وعلى الطرف اليمين احمد سمير وقدام خالد امر وعلى فكرة الطريقة دي اللي هي خمسة اربعة واحد او تلاتة اربعة تلاتة لما بترجع بقى في الطريقة الدفاع بتبقى خمسة اربعة واحد كاس العلم ده فرق كتير جدا بتلعب بها يعني يمكن كاس العلم اللي فات او اللي قابله كانت قوليلا شوية بس الطريقة دي يعني شوف احنا كلنا احنا الخمسة واحدين كنا بنلعب بها في الان ساعة مامستر رفايسا كان 88 جابها ثم كابتن جواري اللي عب بها ثم الفرق مصري كلها في فرق كتير بتلعب بها بكاس العلم انت بتكلم شوف احنا التسعينات كنا بنلعب بتسعينات وتمانينات ابتدت كاس العلم ده في فرق كتير قوي بتلعب بالاسلوب ده ممم ما بقيتش بس طريقة دفاعية هي طريقة دفاعية ولكن احيانا كتير قوي لما بتستغلها هوجوميا بتأثر او لان الطرفين اللي هما بالنسبة للجيش زي زولة نحية اليمين واحمد متعب نحية الشمال بيزيدوا بيعملوا كاجنحة والاجنحة بتخش الجوء للعمق كرووس حربة هسب العناصر بتاعتك اوسام طبعا. 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 أنا ممكن للعب أنا وأنت بنفس الطريقة. صح. أنا هعملها عناصر. هستعملها دفاعي. بس التفاوض سيكون مزبوط. كويس. العناصر بداعتك أنت استخدها هجومي. هي دائما عشان العناصر بس. الإمكانات الفنية كمان هتفرق زي ما عليها بيقول العناصر. طبعا. لأننا زي ما احنا بنكلم على علي معلول. يعني علي معلول مثلا. بالنسبة لنادي الآن. لو بنلعب ثلاثة أربعة ثلاثة. طبعا. كان هيبقى ممتازة. وهتليم مهاجم على طول. لأن في حد مغطيه. لكن أي أن كان هما هيبقوا أقرب لخمسة أربعة واحد. لأن هما هيبقوا أقرب لأنه البكين مع الثلاثة الخلفية. صح. فلكن الخطورة هتبقى ناحية كريم طارق. لأنه سريع جدا. هيبقى مقابل الجبل فيها أكرم توفيق وكريم فؤاد. فلازم هيبقى فيها مقاومة كثيرة. سواء من كريم طارق وأحمد متعب. أو العكس من أكرم توفيق وكريم فؤاد. هيبقى فيه صراع كبير قوي. لأن كريم سريع. ناحية أحمد سمير ما في هذه السرعة أو أيمكن زولة سريع. لولا الزهير الأيم. لكن أحمد سمير مش سريع قوي. ولكنه بيعتمد على طول أن يخش للعمق عشان يشوت. لأنه بشوت كويس. صح. فدي برضو لازم يتقفل عليها. بالنسبة لنا نتمنى أنه كريم فؤاد. وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو يقدروا يكملوا كويس مع محمد شريف. السولية وديانج يعملوا الكتلة الوحدة. يبقى قريبين من الثمنتشر والرباع اللي وراء يبقى طالع قافل معهم كويس. كريم فؤاد وخالد أمر هم هدف الفرقتين. يعني كريم جايب ثلاثة وخالد جايب اتنين. مصبوط. فهما بلعبوا ناحية بعض النهاردة. بالضبط. فالمهم أن الفرقة تبقى كتلة واحدة. يبقى في زيادة عددية جوة 18 من كريم فؤاد زي ما المنشط اللي فاتت عملها. والناحية الثانية من أحمد عبدالقادر. وطبعا برونو سافيو. أرجو أنه ما يسلمش نفسه للاتنين مساكين. لأن أنت لما الرجل اللي بلعب تحت رأس الحربة. بيلعب قريب من رأس الحربة. بيبقى سهل على المساك يمسكه. لكن تملي لما بيهرب بين الاتنين الوسط المدافع والسرد بكات. بيبقى محيرة. بيبقى محيرة هل المساك ينزل يستلمه. ولا الوسط المدافع يرجع. هذه عقام كريم فؤاد وخارد أمر كابتن أسامة. ويمكن كريم كمان متميز في الأسست في صناعة الأهداف كمان. وجاي بتلت جوال وعمل اتنين. مظبوط هو شغال في الجابهة اليمين كويس. وبالتلت الأخير بالذات ربنا يكرمه. لكن أقولك برضو برونو سافيو على دور كبير قوي. الاختلاف بين أفشا وبرونو سافيو ايه؟ أفشا بيسقط عشان يستلم من الاتنين الديفندر. ويلعب الناس. برونو سافيو شوية معلق في التلت الأخير. يعني معلق قريب من رأس الحربة. ما بيسقطش عشان يفرغ نفسه. وورا الاتنين الوسط المدافع. لهم هيبوا إسلام وحارب وعب الرحمن ووسامة. عشان يستلم ويلعب الناس. فأرجو النهاردة دي تبقى يعني يتحرر فيها. إن شاء الله. ويعمل عشان يعني نستحوز على وسط البلعب إن شاء الله. طيب كابتن عادل. السناديو متوقع من وجهة نزق الشرط الأول. وإزاي النادي الأهلي يحسمها بدري؟ يعني هي دفاع. يبقى طبعا الجيش يعمل دفاع يعني متأخر. مش متقدم ممكن. نص ملعبه؟ يعني ممكن يعمل حجمة. ولكن في البداية يوهمك إنه بيعمل ضغط. ولكن هو أصلا هيعمل دفاع منطقة آخر 30 متر. وده العادة اللي بيلعبه النادي الأهلي. أنت الفرصة الأولينية لازم تستغلها كويس. مهمة صحيحة للغاية من بدري. لأنه لما بتجيب جم بدري. تكلمنا على أنه بيعمل التقديق. البلان التاني بيشتغل بيغير التقديق. لكن القدرة العالية بتاعة النادي الأهلي. في أحراز أهداف السنة دي. بتيالي أفضل من السنتين اللي فاتوا. المشكلة الكبيرة اللي كان عندك السنتين اللي فاتوا. كنت أنت بتضيع الجوان كتير قوي. كنت بتوصل كتير. وبتستعبل الجوان كتير. وبتستعبل الجوان كتير. الناحية الدفاعية عندك منضبطة. مزبوط. حاجة التانية المهمة. الخفية اللي عيبة داخل الملعب دي مهمة. صحيح. لأننا نرى أن الأحمال منتظمة. أحمال كويسة. المدرب الأحمال مع المدرب. عاملين شكل كويس في حتة الخفية الجاري. حركة. وكم الجاري والحركة داخل الملعب. ولكن هيبقى لك حاجة واحدة بس. اللي هي الإمكانيات أنك أنت في الواحد ضد واحد تتقلص من لاعب. لأن الدفاع المنظم بيعمل إيه؟ أنت بيخليك كل اللعيبة قدام الفرقة في التلاتين متر الأخرانية. ولكن لو في لعيب عنده مهارة بيعدم اللعيبة بيفك كل التكتل ده. لأنه ده بيروح مكان ده وده بيروح مكان ده وبروح مكان ده. تدرى بتعرف تجيب جود. صحيح. الحاجة الثانية المهمة أتمنى أن أشوف كور السابتة كويسة. بإذن الله رب. ده أكثر تجيب من أهداف لأنه الكور السابتة دي حاجة قوية جدا لأي فرقة. ده اللي عايز أقول لك الطريق الثاني لمكسبة اللبناء. صحيح. وزي ما قالوا الكباتيننا الكبار كل ده كوم والفنيات كوم والروح والإصرار والعزيمة. والتركيز من أول ثانية لآخر ثانية. المعروفة عن لعبة النادي الأهلي هي دي اللي هتديك المكسب إن شاء الله. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. تحيي الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضركم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوت الأول.